الدين هي مجموعة دي المملوعة فالعالم دي اليوم بغي كل شي يولي ممأسس الامرأة صانعة جو إنسان هذا يكد يكون يعني رد للدين لا ما قصوش بطل طريقة هذه لا ما قصوش بطل طريقة هذه رسيكم الله باش كتسالي فريضة من الله إلا بغيتين تتلعب بين هات الجوج ستتنفع كي استغل الدين وكي تدي لها رغم أنها كتبت كي تبتلو تدي لها حنا ما كان غيروش الشريعة لأن المجتمع في صد كنقادوا المجتمع باش يطابق الشريعة فإذا ما كتعتبرش أصلا ريبا كين بداء الحالة فالناس المالية الإسلامية في حالة خاطبوا الأبناء كريباوية بدك لبون فابل ديرهم والمادية ريبا لأن الشباب خصوم يتخلىوا عن تدفع وأي واحدة عنده حساب في بنك ريباوي يسدو وينقلو الحساب تشاركي لا ريبا إلا في النسيئة يعني ريبا الفضل مسموح بيها طبعا راهيلا بغيتي دير شين حيرافوا بغيتي تقلب على شي عالم في العالم كي قول بيها تقدر تلقى تأخذ في المدهب الأربعة بهواك لا يجوز إشكال في العقيدة هذا لا لا وما شوف بغاو تداون يكون حلالا مليك تشري السهم دي الشركة أصل نشاطها حلال ومفاشر باراك تشري السهم في الاقتصاد هذي دروينية اقتصاد قلت لك السيد حلو دي القادية اللي درنا عليها قبيلات ديال نصح زعمال الناس يقيدوا وليداتهم في الميسيون أو لا لا؟ أو لمشوا إكرو بخيفي ماروكين بعدها؟ لا هو شوف شنو كيوقع دابا هو بزاف ديال الناس كيكونوا يعني في الفامي كين نقاش وشن ديو لا ميسيون وش لا ميسيون وكين اللي كيقول لك لا ميسيون تقدر تخرج الناس اللي يعني يوقع لأنه ملتزي منه كدو كدو كيس شدو بيها ولا بواحد كيعرفه ولا كدو هذا هو سيد إكسيبسيون يعني مليك تشوف المنضمون ديال البرامج ديال الميسيون فهو منضمون يعني هي أصلا شو كنسميتها 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 الميسيون لايك فبما أنه كين الاختيارات دائما كان صح الانسان يشوف الاختيار اللي هو أقرب المحافظ أنه يكون محافظ وكدو وكدو ويشوف هذك الاختيار هو اللي يدير تنقلو مثلا نفتفل كنسميتها كنسميتها قدرت نقول إنه ممتبع عشان أي واحد كان معنا ولكن نعطيك خميسة من كنت أنا صغير في الميسيون كانوا مازالين متازمين بواحد قضية اللي هي حفظ القرآن في الدرس العربية كان عقل هنا حفظنا صورة يعني صورة الملك وصورة الرحمن والواقعة اليوم هذ القضيات غريبة ما بقعتش أصلا في حيدوها من البروغرام إلى درجة واحد جمعية الأباء جاء عندهم واحد الأب قال له ما أنا ما جايب لكم بنتي للا ميسيون فخانسيس باش تقريبها القرآن على فكل كريمه يعني الأمر صعيب خصا أن كتعرف أن اسميتها الحقيقية هي غير ذاك لايك ما بقعتش كتتقال على الألسون لأنها غير ميسيون وفي الكثير من المدارس ستبعها ويقول كلها عنها وانتك سيحلو من صغرك كنت تزعم في العمل جونس ديارك كنت تزعم شهات في الدين ديارك مزيان أو حتى أبقى لفين طنعات جاءت له ديكليك حيث قلت له واحد مرة قلت له ديكليك لدي ديكليك ودير واحد يقرأ في الميسيون كيتر إيكل بيزنس سكول فوقا جاءت له ديكليك لأنه حدثت له ديكليك أولا يعني العائلة ديالي قد نقوله أنها محافظة مقاملة مع العائلة ديالي محافظة فبالتالي كان ديما أخاها الإنسان كيكون في الأدوليسانس دياله ربما كيكونش في ذاك القيام كيكون كدها في الأشياء الجديدة لكن كيبقى في الانكونسيون ديالك شي حاجة اللي خطرة كيش تقولك رأى هالشي ما شي بزرد كده فتقريبا في الانكونسيين كنتعلم لأنه جوز الأنواع ديالك كيان ديالك التديون تقليدي يعني كنتعرف الجمعة والأعياد صلاط القياد الجمعة والأعياد لكن لكن من اللي بديت فعلا كنت تعلم وكنت مستمع العلماء ومشايخ الدرس وكذا وكذا لان كان شي حويش ما كتكونش عارفهم حلاش كندير واحد من جموعات الممارسات ما كنكون مش عارفين حلاش لأباء كي منعوه كي منعوه كي منعوك من واحد من جموعات الأشياء ما كيقولكش علاش يعني بزاف الأمثلة كانين فاكيجيلة دوليسان كيبانلو يعني المرايق كيبانلو وأن الدين هي مجموعة ديال الممنوعات وخصك تفهم علاش ذاك الممنوعات كيني في حد بعدي ديال سواء الربا ولا الزينة ولا الميسير ولا الخمر وهذه المجموعة الممنوعات إنسان كيبانلو في غير ممنوعات في حين المجتمع الماد ديلي هو رأس ماليخ صوال إنسان يمشي الممنوعات نعطيك واحد الميتار فهذا الاج للفينتين اللي كنت فيه كنا في الكلاس بخيباراتور كلاس بخيباراتور كلاس بخيباراتور وفي الدوزيامان التلاس بخيباراتور كيكون واحد لطيماتيك فلوزوفيك خطرات كون لليبختي خطرات كون لجوستيس نحن العام ديالنا شنو جافينا؟ الباسيون 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 نحن يرى من اللي كتقرار الفلاسفة والأفهام ذي الحكامة في هذا المنشى اللي هو تلقى بلنا في آخر المطاف، في آخر السنة بل كتقرار الفلاسفة اللي هضرو في الباسيون كلا 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 كالك تلقى بلنا الهواء الشهوة أقوى من العقل هذه bottom line كما كيقول فمن لك تفهم أن الشهوة أقوى من العقل كيقول لك إذن كيف تحكم نفس الشهوة دي ذلك الطاقة ذلك الدافع مثلا لباسيون أعطيك ذلك ميتة الحب إن الإنسان يكون في حالة حب ما كيبقاش العقل دياله ولا المجتمع ولا شيء كتضبطه كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ما أرى لمتحابين إلا الزواج أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك الزواج يكبح وذلك الانفيلات الحب هو البغض العين اللي كتوقع مع بمسافة ديالناس كيقول الإنسان كيكره واحد إنسان بواحد شدة اللي مليكي تلاقاها ما كيبقاش العقل ليخدام كيكون الهوة اللي يخدام كيكون شي حاجة أخرى كشي شي ميكي بزاف الداخل الحب البغض الخوف الخوف من الباسيون الخوف من الباسيون اللي كيصافي العقل ما كيبقاش خدام اللي كيخاف الإنسان كيكين قص الفعالية دياليه مشي ما كيبقاش خدام ولكن السيطرة على الانا ديالي كتنقص بززال فبالتالي الهين اللي جو الانا إنسان اللي كيبغي دك الانا دياله والالناس يدول الإطراءات وفي الدومن ديال لغزو السوسيو الإعجابات واللايكات ومثاله 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 أنا هذا الشيء من كنحبله فهذا اللي جو هذا من الأشياء اللي كيجعل الإنسان ما كيبقاش يتصرف فبعاق له كما ذاك واحد فولاً اللي هضرنا عليها بلا ما نسميوه اللي دار ودار ودار عود فبالتالي هادو أمثلة دي الأهواء اللي المجتمع المادي رأسمالي باغي البشرية تمشي فيهم علاش لإنه الباسيوني إنسان اللي تابع الشهوة كي كونسوم اكثر بس دي ما رجع المسائل الفلوس تفهم المعادلة بززاف المسائل في العالم دينا غادة بالفلوس وبالمادة ماشي موضوعنا ولاني مني انتكرتي واحد القضية بغيت نسولك علي انت بطنكوز عما إنسان دين ومتقفه وقاري لها كيفاش كي يجيك في نظارك كيفاش خاص يكون ذاك العلاقة قبل الزاوج يعني مثلا السيد والسيدة باغي عاجبها شي شخص وباغي يتزوجها ولا باغي يكون معاه ما في العقلية دا بدية اللي يجعون حاليا انت يقول كنا لم يمكن نزول بشي حد سواء من رجل من طرف المرأة حتى نعرفوه مزيان حتى ندوز مع هالوقت انت شنور يديرك في هذه القضية هذي وشنور خاص يدير ذاك هو شوف هذك القضية دي لتنا عرفوه يعني تبت المجتمع الغربية تبت لنا انها مخدمش نسب الطلاق في الغرب تفوت خمسين في المئة اه لو اخي هذو يعني كيدوز ما بقاش عنده مقاع الوزع الديني تقريب يعني كيتعارفوه تكيشبه فحنا الانسان اللي كيكون عنده خمسة عشر عشرين عام كيكون اولا عنده ذاك النظرة البعيدة تقريبا نشبه من عادي ما ما كيقدرش يشوف بايده لكن شكو اللي كيقدر يشوف بايده الاباء والعائلة والخبراء في الميدان فبالتالي مليك تقول لي انا غا نعرفوه خصك تعرف ان انت غا تعرف غير الواجهة لغاية ذاك هتعرف غير الماركوتينغ لغاية ذاك هتعرف غير الحاجة اللي بغاك تعرفها لماذا لانما عرفت الانسان كما كما جاف الاتر دي العمر اللي الخطاب اللي قالوا له طلب الشهود جابوا له شي واحد شاهد وهذاك اللي جابه قال له اش كتعرفه قال له اه كيصليف المسجد قال له واش جارق قال له واش صفرتي معاه قال له واش باعتي وشريتي معاه بالدرام والدينار قال له واش قال له واش هلاش هت الامثلة بثلاثة الجار هو اللي كتشوفه في السراء والدرقة دونك كتعرفوه وانجيني قال انا جبت هدو ثلاثة جمعت فيهم واحد القضية اللي هي الشدة يلا بغيت يتعرف شي واحد خصوصك تلقى شي واحد اللي غيقول كيفاش حالته اللي كيغضب في الشدة تم عادة تعرف الكون هدية أما ذك شي اللي غتعرف قبل العلاقة قبل الزواج بالنسبة لذي كيقول العلاقة قبل الزواج هذا كله ماركتينج ولكن شدة شنه هي هي الحاجة اللي غتقدر يعني ذك الشدة كتوقع في واحد الحالة للإنسان ما كيقدرش يمانيبوليها الصفر كتولي كتولي المباتة والفياق والإشكاليات والعراق كتولت الصفر ديال الزمان ديال وقصدنا عمار فمديه القوافل وكذا ومشاكل فكتقدر تعرف بنا كديرا دينارو الدرهم اليوم أحسن مثال هو تشرك مع عشي واحد تشرك مع عشي واحد وشو واشا صفقت شمتين؟ بيع وشري معاه صفقت كبيرة وشوف كيف واشا يبغي يدور بك كما قال المثال ديال هذك اللي قال الناس شريوه وملي شرواه هو باع فهنايا درهم الدينات هو كيعطيك كيفاش تعرف والجار خلاص كتشوفه بليل ونهار هذا كونجينيغال كتعرفوه ربما كتسمعوه فبالتالي هالقضية ديالتعارف هذا الغرب تبت أنها مخدمش لأنه وخاكي تعرفوه ماذا النساء بالطلاق وثانيا في حقيقة الأمر شغلت تعرف أنت وعندك 15 وعشرين مشا نقدك ما تعرف التجربة ديالك في الحياة شي بهمون عادي مع عندك غير من دراسة لكن الآباء والأمهات كعرفوه كثيرا فبالتالي المجتمع ملي ما بقعش فيه ذاك كانوا ديزان تغميديا قبل ديال الزواج كانت في الحياة المرة كتعرف قاع الشباب والشابت والكاركتير ديالهم والطريقة اللي غي يكونوا بها فكانت كتنصح هذا الهادي للعائلة وهذا العائلة الهادي فبالتالي اليوم أنا بن سبالي أحسن طريقة للشباب والشابت هي طلب الولدين ديالهم يشور وما يتكلفون كلا الوليد الوليدة تكلف الوليدة ما يبغي لك شي حاجة الشر لأنه بعد كتعود عليهم هما لأنه يكون كونفلي في الكوبل كي يطلع كي يطلع الوليد الوليد ولكن الوليد الوليدة غي تحرى وماكسيموم هذا لا يعني بأنهم يقدوش مرة ما يسيبوش الختيار مزيان لا طبعا طبعا يعني الغلط وارد ولكن احنا كان هدروف لبخوبابيليت باش نقصوش ويا نقصو بزاف نقصو بزاف نقصو بزاف منيساب الغلط علش لأن ذاك الحب انجينيغال اللي كيكون قبل الزواج أولا هو هو حب إلا كان حب مصطنع فهو غاش رعي لأنه عندك الحق تبني الحب مع شي واحد اللي مزوجش معها ولكن حب جيبيلي فعلى ذا اللي جاء في الحديث ما أرى لي محتحبين إلا الزواج يعني وقعت في حبها أو وقعت في حبها أو كذا هذا خصو الزواج إلى تجميع واحدة المجموعات المعير الباقي ذاك الحب انجينيغال حب ديالا باسيون ولا باسيون ولا باسيون مكادومش ولا باسيون مكادومش ولا باسيون عنده واحد لمرحلة اللي كتبدأت تتلاشى فيها أشوف انتغيم المتطل مثال البسيط كانت شي تنطل بالك تعش بك وش ريتها واحد النهار وش لاب يخصب شون يعني شعور ديالك النهار الأول هو ديالالنهار الثالت وش ديالالالته وهو ديالالنهار الثالته هو ديالالنهار الثالتين وش ديالالنهار الثالتين ومن بعد السنين كتقول لي ربما بغيت مرحل من الأنases طبعا لا نشبه العلاقة الإنسانية بالماديات ولكن هذه مسألة جيبيليا إنسانية إلا بعض الحالة النادرة اللي كي بدأ الزواج بلا حب وعاد كي تبنى واحد الحب واحد الاحترام هذيك تكون علاقات رائعة وكينا في المجتمع شهدناها فبالتالي يعني ذاك الهاوى الجيبالي ذاك الشهوة تتلاشى مع الزواج خصاً لكي صافي بعد الدخلة وكذا تتلاشى يعني كتدوز واحد خوة موسي مو وربما يقدو يقعوا يبدو المشاكية القبل إلا ما كانش الإنسان من الأصل وموحد العائلة اللي هذيك غميتها تتوجب واحدة تتعلم على أباتينا كثيرا تتجوج بها تفاجأ بها تتغوت عليك ليل ونهار تتغوت علي والديها عندما تبدأ تتلاشى مع الأنصر تتلقى بين نارها الغوات ما بين الأبو والأم ما حاجة عادية لن تتعلم على القضية فإذا بها لأسقك حيات كلها خصوصاً لذي تتلاشى ولدها فهنا هذي المسائل اللي والدين قد يتطلعوا عليهم لأن الوالدين يشوفوا شي حوايج ذاك شي ذاك شي البروتوكول اللي كان خصوصاً في الأمارة والقصورة وكان شي شوية في الأسر الكبيرة هذيك شي عندهم معاني كثيرة لأن غير من يعني كما يقولون الحور بالهمزة كان شي حوايج يبينو لك من بعيد يقول لك لا هذيك ما يصلحوا لك شاب انتي ولا هذيك ما يصلحوا لك شاب انتي سؤالي تفادل الموضوع من هذا الموضوع من ناحية المالية كنت قرأت واحد فيديو وغطى الرأي ديالك على الموضوع ديال الجواج من ناحية المالية مرأة وراجل يتجوج بوحدة خدامة ونفس الصالة يرتقى ما هو الرأي ديالك في هذه المسألة الأولى والمسألة الثانية ما هو الرأي ديالك في النساء اللي كتقول إن الرجال زي ما قوامون كنظن من ناحية المالية ولمرأة ما خاصة تعطيت تشي ريال إن الراجل ولي خاصة يخلص كل شي وفي نفس الوقت الفلوس ديالها يبقى ديالها هادي كينة بزاعة هو شوف المنظومة الدينية بالنسبة اللي طالع عليها متكاملة فالأصل هو رجال قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فهذا المسألة كينة يعني كينة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات وقانتات فبالتالي هذا المرأة اللي تقول لك لا راجل يخصوا أنفق عندها الحق ولكن ولكن الرجل خاصة ينفق مقابل واحد الحق اللي هو من اللي يحتاج المرأة ولا الوقت ولا المساعدة الأسرية ولا المسؤولية الأسرية تجاهه ولا تجاه الأطفال تكون فبزاعة الفقهات عرضوا للقاضية وقال لك إلا كانت المرأة تخرج تخدم بدون إذن الرجل أصلا النفقة تسقط تسقط فبالتالي إلى إلا 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 كانت تخرج يعني بدون الإذن وكانت تفل قضية الإذن يعني فيها كلام لكن بدون إذن دي الرجل نفقة تسقط تسقط ممكن إنش نفقة فإلى الأصل هو الأفضل بالنسبة للتصور دي اللي ونرجع للكلام دي اللاميسيون أن اليوم المرأة صاني عاجوا إنسان الإنسان مليش فينا الصناعة دي اللاكريش ودير المدارس وكذا وكذا احنا كنا نعيشوا عندنا شيجا يعني كنشوفوا اللي عاجبوا هالشي يكمل اللي عاجبوا هالشي يكمل فد النموذج اللي ما عاجبوش يدير علامة الاستفام ويدير بواموغ يعني فلان شي شوي فالوشكين المؤسسات اللي غتستاطع يعني تقوم بدك الدور دي اللي المرأة واش الإبن اللي عنده مثلا ربع شهور والكونجيمة تغنيتت للشهور سالة وغايغووت لنه بغا يردع من الأم دي اللي يحس بالحرارة دي اللي وغايبدا يبكي وغايبدا يبكي وغايبدا يوحدا في شي مؤسسا وتلوحلو ببراونا فالعالم دي اللي بغي كل شي ولي مؤسس لأن العلاقة البشرية مبقاش عند مكان العلاقة النسيج المجتمعي ما عندوش مكان علاج لأن مليكة مؤسس كل شيء كل شيء كيولي معروف كل شيء كيولي ادانتيفي كل شيء كيولي عندو نمغو تصيغي وكل شيء كيولي عندو يعني واحد المكان والتعامل كيكون ما بين الفرد والمؤسسة ما كيبقاش النواسي الاجتماعي البينية الأسرة والقبيلة والأسرة المكبرة فبالتالي مليكي طاحش واحد ما كي القاني طاح واحد وإلا كان في شي دولة ما فيهاش داك شي دي الشوماج ولذلك كما هدي بيينها كان ضم سان سوليو واحد الباحث اجتماعي في فرنسا دار واحد لمشي سان سوليو مشات لي اسمية دياله المهم على الانتغراشون ولقوا في فرنسا بأن العمل هو أول طريقة للإندمش في المجتمع يعني ما مدى إنتاجياتك المادية إلا ما كنتش منتج ماديا انتفع على همش المجتمع ويقدر يوصل بك إلى أنك تبدأ تبات في الزنقة تحت القناطر لماذا؟ ولا في السيارة في أمريكان كانت كثيرا في السيارة لماذا؟ لأن إلا فقدت العمل تقدر تفقد الزوجة ديالك الأسرة إلا فقدت الأسرة تقدر تفقد الدوميسيل ديالك إلا فقدت الدوميسيل ما تقدرش توصلوا الإشعارات الباردية للزوفخدام يعني واحد تسل سلسل بك تبقى غادفين فذلك الأنسية ديال العائلة المصغرة والمكبرة والقبيلة اللي كانت تقبلك تكون الفيلادو السيكوريتي واحد الناس اللي يستقدر أهل تحتي تكمعون في المجتمع ما بعد الحداثة والحداثة ما كينش ذكراوا وبيت البينية كين علاقة مباشرة مع مؤسسة فباش نرجع للوليدات بالتالي إلا كنتي إلا كنتي إلا كنتي أول هدف ديالنا في المجتمع ما قبل الحداثة مليكنا نرول الحداثة بمشي مفهومها الإيجابي ديالتقنية لا مفهومها الفلسافي مفهومها الفلسافي سلبي فمليكنا نقولوا مثلا الإسلام راح الإسلام عنده منظر ما قبل الحداثة بمفهومها الفلسافي ماشي التقني هذا المفهوم هذا كيلح على روابط بالوالدين طاعة الأم طاعة الآب طاعة الزوج الأهمية دي الأسرة الكبيرة والصغيرة إلى غير ذلك هادشي كتحطم الحداثة وكنوليه في مجتمع الفرداني اللي هو عايشين فيه اليوم هادشي كيبدأ من اللي انت كتقدر تفرض في ذاك الإبن ديالك اللي يعني دو ربع شهر ولا خمس شهر ولا عام ولا عام ونسو ما زال هو كياربع كتصفته المؤسسة فبتالي روابط كتنقص حتى مع ذاك الأم حتى مع ذاك الأم كتنقص ولذلك يعني هاد الضواهر ديال الدور ديال الأم أرى أنا أنها يعني الدور ديالها في المنزل كأصل وليوم كي نرزاف ديال العمل من ماتグالد إلى التفرض الدور صغر هناك ننفق أما هادك اللي كانت تعمل فا لا اسمح لي هاذ السمانت تتخدم من gång عن الطاب من ناحية المالية كيفأش تتعامل شوف من ناحية المالية الزوج عنده مسؤولية واجب خصو يسكنها ويكسيها ويطعمها مما يسكن ويطعام ويأكل إلى غير ذلك لأن الفقير رغي يدر اللي في المستوى دياله ولكن الغاني ما يعاملش المرأة يفحل المرأة الفقيرة لا خصو يعملها ولذلك يقول الفقهاء إلى تزوجتي واحد المرأة اللي العادة ديالها في الأسرة ديالها أنها تخدم تقريبا تخدم يعني عندها واحد المستوى خصو توفر لها ضعف ملائمة إلا ما وفرتش ضعف ملائمة تقدر صراح وهذا مش هي الحالة ديال المرأة اللي هي كانت تخدم في عائلتها مثلا هي كانت تتعاون الضعف عادي أنها تتعاون الزوج يارب ولذلك هذا التعامل المالي لأصل أنه خصو فر لهذه الحاجات زائد أنه هذه الضرورية يعني الواجبات زائد يعني طبعا الكماليات كل واحدة على حسب المستوى دياله ولذلك الإنسان ما يكونش بخير وما يكونش عاو تاني مسرف يكون واحد الواسط لكن ذلك الشيء اللي واقع في الغرب ديال المرأة تأخذ النص في ديال التروة أو ذلك الشيء كله لا أصل لا هو ليس لذلك في الغرب ينصح بالبريناب نعم باش يعني تعرف المرأة أنه ذلك الشيء اللي يربحاتها هي رأى الزوج ما عندهوش حق فيه ما غير شي شيء يقول له أعطيني النص ديالك إلا كانت تربحك طبعا إلا كانوا ممتافقين على هذا المنظومة وما ديالكل واحد يخدم وخا بالنسبة لي ما شيء أحسن منظومة إلا كان هو كيخدم رأى ما يمكن لاش جيه يتأخذ النص لاش المفهوم لالوجيك دياله شناية المنطق دياله ما هو المنطق هو أن كما قال النبي سليسل الخراج بالضمن بمعنى الذي يستحق خراج شيئا يربحه هو الذي يتحمل وخسارته لكن في هذا المقاولة ديال الزوج إلا الزوج دال إفلاس وش تجيل المرأة تعطيه لا ولذلك إلا ربح تهي الله اسمح لي أستاذ الحلو بغيتك تفصل لي هذه القادية لأنا فهمتك وإني كنت المرأة قارية وقرأت وقرأت عن ديبلوم وتقدر تخدم بأمبون صاريخ وإني خلات كل شيء لو تدرج لها باش تقابل دارها وأطفالها يعني ضحات هي موحدة ناحية باش تقابله وتقابل دارها وهو كي يخدم ويدير ديبيان ولا كي يدير شيء حويج واش مكدمش بأنه مثلا لدرجة حاجة تكون تهيئة عندها حق فيها حيث صاريخ خلت كل شيء غدا بيتغدار ذلك الراجل خلا ديك المرأة ويضحات كل شيء كل شيء على عودة نقول مثلا بعدها صارت نقل الزوج وخلاها بأولاد وخلاها بكل شيء ديك النفاقة وذلك شيء غادي يكون عندها طبعا كايندك شيء كايندك شيء وليه عندك شيء قليل بغد هي ترجع مثلا للسكتور ديال ديتخافي واش قدم بعد عصر سنين وديبلون دياله ناقص غا تلقاش يخدمة لي غا تناسبتك شيء لك أنت بغير الدير ولين هناك شنية شوية حقها كي يضيع لا أنا أقول لك علش حيتش أولا دائما تحط هذي كلاسيما يدخيل يقول لك لو الزوج دار إفلاس وش هي غا تضيع لا هي غا يبقى الزوج عليها مسؤولية ولما قدر شين فقرة ما يمكنش يبقى أنصر يقدر يتفارق وقع علش ولذلك يعني طبعا الأفضل أنها تصبر معها لا استطعت تصبر معها طبعا لنهي يقدر الإنسان يرجع لكن هذا الزوج إلي دار إفلاس هذا المرة ما عندها دخل هذا المرة ما عندها واجبات ديالها خاصة تسكنها وتكسيها إلى آخرين وإلى هبط المستوى ديالك تقدر تحاول تصبر معك طبعا ولكن باش يعني تقول لي هي عند الحق في واحد الحاجة اللي ما خدرت الخطار ديالها لا لماذا؟ لأنها توفرت على واحد الأمان ما هو في حال الفرق ما بلن تخبرنا والوصلاغية الوصلاغية عموما الأجير عموما طبعا كان أجراء لديهم أجراء عالية لكن الأجير عموما كيكون عنده يقدر يكون عنده أجراء قل من المقاول ولكن عنده أمان ورحة البال وتوقيت وحياته من الضماء وفي الليل مليكي حتراسه على الخطيئة ما كتبقاش المقاولة والكونتابلية والكونتابل والمحامي كيعي يطرفوا دنيا هو واحد لأن المقاول ما كيتقضاله شوق تلخدمه فكي يبقى المشاكل تابعينه هذا كله لا يوجد المرأة وأصلاً المرأة إذا كنت راجل حقاً لا يجب أن تدخلها في الدوامة الإشكالية أصلاً ولذلك طبعاً كما قلت كان ذلك شيء الموتعه والنفقه وكذا وكذا كيوفر لها واحد الأمان بغاية هي تشتغل ووافق لها هو ما كانش إشكال ولكن في واحد الضوابط لا تقول لي هي تخدمها بمو صالح في واحد العمل فيه اختلاط وتبرج وعمل حرام وكذا ما يمكنش ما يمكنش هو الزوج أصلاً كيقبلوله على ذلك شيء من باب يعني شيء بالضرورة ولا الحاجة وكيحاول يقلب على منظومة عمل ما فيهاش هاد المحاذير الشرعية فالمنظومة الدينية كما قلت لك البنسبة اللي مطالع عليها الفيديوسانس يعني منسجمة ولكن لأخذتي أجزاء ديالها أتبعن لك يعني مخدمة ففهمت كيف يتقرب الصورة عندك الحق عندك الحق ومغي ما عرفت كتبه والأفضل المثال هو نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في البيوت ومعجزة مكرمة شنو الإشكال يعني أعطيك أنا واحد المثال بس تفهم القاضية اليونان قبل 2500 عام من اللي اكتروا عليهم العبيد شنو داروا شنو وقع قلسوا تكاوم مع رأسهم في التأمول بدو كديروا فوق ما يبقوا في الأعمال اليدوية المتعبة أعطوا الأعمال اليدوية المتعبة للعبيد بدو كديروا رياضيات البيولوجيا الفيزياء الكيميا الفلسافة الهندسة بدو كديروا التأمول يعني في حالنا أخذوا واحد لغاية تنتيسيبه وحنا أصلا كرجال علش كان تعبوا باش واحد اللوقتها توصل يعني عموما بنسبة للمنظور العام يوصل واحد للسن ديال التقاعد اللي يقدر يرتاح فيه وينفق عليه تنفق عليه واحد جهة أخرى الإسلام كعتاد الحق للمرأة من زيغو من البداية حياة ديالها مع الأب وإلى أخص يكون الولي الولي شنه هو رمشيه oh el-wali فقط هو lifet هو اللي كترسيته الله칙 يولفق عليك الأب إذا ما كانش الأب يكون الأخ ما كانش الأخ يكون الإبن ما كانش الأب يكون الزوج ما كانش الزوج كلهم منها هذه التخربقة ديال ديال البغين نحويده التعصيب لأنهم مفاهمينش المنطقة ديال التعصيب أنه في حال غياب هد الأولياء هادو راح العام مطالب أنه يساعد إذا كانت فقيرة فالمنظومة جد منطقية ولكن اللي بغيفها وهذا القضية بل التي يبغي أن الإرتيار تساوي من الرجل والمرأة وهذا يكاد يكون يعني رد للدين لأنها لآياتها وما لتونس لأن تونس مشي هي القرآن لا المقصفة لطريقة هذي هل يدارو في تونس زعماء دارتها زعماء بلد إسلامي ودار هذا لبا ولكن اسمح لي تونس بلد فيها مسلمين لكن ما عرف شوش في الدستور ديالها عندهم في حال مغرب بلد إسلام دين الدولة الإسلام ربما كان نظم تونس علمانية والله أعلم فبالتالي يعني الآية للقرآن اللي فيها الإرس كتبدأ باش كتبدأ يوصيكم الله وباش كتسالي فريضة من الله إلا بغيتين تتلعب بين هات الجوج ستتنفخ في حالة أيا فيغوي مقفالة أنا غير مهم مش هي رأي ديالي ولكن في نفس الوقت بحل السؤال مسألة ديال أن المرأة ما توردش في بعض الأحيان واشترى في بعض العائلات كيكون الأخ مثلا فاش كيكون الأب مات ولا كتلقى الرجل اللي قريب من العائلة ديال المرأة اللي نورمال من خاصة تورد كيستغل الدين وكي تدي لها رغم أنها كي تدتب تولوت ديالها حسب الوضع ديال حسب الوضع هذا أكل بالباطل هذا ظالم هذا هذا الخصو القادير يرجع للحق أنا أعطي مثلا مثال شيء مجوجة وعندها بنيتا مات الرجل إذن هنا الأخ ديال الرجل خاصوه يورد طبعا لكن الأخ شيء أنا ما ظالم وخداء ولكن في نفس الوقت المرأة محتاج أكثر من ذلك اللي محتاجه هو وما محتاجه خدام وبيخير عليه ولكن المرأة ما عنده هاد الحالة هذي واش زيما أنا كتب لها غير منصفة نشيئا لا لا هي منصفة لاش لأننا عودتني حط لسيمة ذاك المقابلة اللي كنت قلت لك في حال هاد الأسرة تحت في الفقر خصوه ويدخل دائما حط قبالتك الخراج بالضمان الذي يأخذ ربحا يقابله مخاطر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية اللي فيها هاد قضية هذه المسألة هذه وعلى الوارد مثل ذلك اشنا ايا رزبهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تدار والدت بولدها ولا مولود له بولدها وعلى الوارد مثل ذلك فهذاك الوارد مادم دخلت في الآية خصوك تعرف أن داك البنت تقدر تحتاجك في أي لحظة من حياتها إلى أن تموت إذن خاصو يكون ملزم باشي إلا وقع شي مشكل خاصو يكون ولاني هدا شوف نحن ما كنغيروش الشريعة لأن المجتمع فسد كان قادو المجتمع باش يطابق الشريعة دو فيزيون ديفيرون إلا بقيت يمتبع الفسد المجتمع راه إلي ميته إذا نوى خاصو يورد مع معلوم لباسيون ديال أنه يكون يقوم بالحتاج إلى وقت الفقر خاصو وهذا شي ما شي كنقول لره المجتمع فسد الناس هاد الأعمام يقوموا بالدور ديالهم لبعض الأعمام لأن هذا يلا كان لابس عليه المرؤة تقتضي أنه يتنزل على كل شي من باب النافلة فلكن خاص المنظومة تكون منطقية نهار توقف عليه لقدر الله إلى أصابها الفقر خاصو ينفق عليها دب النتل تقولوا على الزعمة على الزعمة الراجل عنده حق كثير من المرأ هل تشين ما تفهم كي يجي يوم مثلا في حالي إسلام ظالم لا هو راجل عنده حق كثير من المرأ في أشياء والمرأة عنده حق كثير من الرجل في أشياء واشي الراجل أي لقاش واحد يجي نفق عليها ويتكاه 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 مع ولي دات وين اشتبع أرتي تقول شي حوائج لي ما تيقدر أي واحد يقول مرأس بالصح رأي ذكرها كيف نقول أفوطاش كبير عند المرأة التي تقلس ويتكاه ويتكاه الرجل يخرج نار واخد الدم ويتكاه تلقى التقليل ويخلص كل شي هذا ويتتقال ما لا يخز مو لا خصو يتقال لأنه مسائل بلوجيك نعطيك مثال لأنه يلح على حقوق الرجل لأن النسوية العالمية تغيرت بزاف يعني استحوذات على كل واحد الفيديو واحد الراديو أنا أعطيك واحد معلومة جديدة واحد مؤسسة دولية منذك الجوج والثلاثة الكبار التي يعطي الفلوس للناس في العالم للبلدان وهذا خبر من الداخل فيها أخذوا القرار بأنه ابتداء من 2025 لم يتعطيت تمويل إلى قضية جندرية وراءها فالأجندة غادة أنت كمسلم تحاول تحاول تبريزر الدين دير كل قلب دائل أما الأجندة العالمية غادة وهذا قرار تتخذ فواشنطن فالأمر ليس سهل لذلك القابض على ديني اليوم كما جاء في الحديث القابض على جمرتين من النار ولكن المنظومة الدينية أفضل بكثير من قلت هذه المسألة هذه نبعد شيء على الموضوع في الوضع الحالي خاصة من ناحية ديور الكريدي و ما كنشي طريقة واحدة آخر من ناحية دي الكريدي من غير بالنسبة لك انشي واحد ما بغاش تحفظ الفخ هذا دي الريبا الابنك التشاركي كنطن على حسب الأسئلة اللي كانوا جوني تانا يقول البعض قل لك هاذ الابنك التشاركي والطريقة دي هم وش هي طريقة حلال مئة بالمئة اوش هو زي ما يدخل مش البنك التشاركي وانطمئن ولا خاص الحيطة والحضار خاص الحيطة والحضار ونقول لك هلاش ولكن كان واحد المسلمة أولا نخص نقش هيا مكينش بديل هذا غلط هلاش كان بدائل كثيرا من غير المصارف التشاركية ومن غير المصارف الريباوي الموقف دي من المصارف لكن عموما حولنا بالخص أولا البدائل الكثيرة كان ما يسمى بالتعضوضيات الكوبيراتي هالتعضوضيات يجيوا ناس واحد الخمسة والعشرات الشباب تأفقوا وكيشليوا أرض علامة كي عودو يطلعوا السوف الشي شوية كيبنيوا الساس وما غادي انضق هادق تعضوضيات ويدادية الحل ويدادية الحل الثاني هو ما يسمى فرنسا بلو كريدي فندور ما يعني ويقدر يكون تهنى بمعنى كتشري من عند البائع بالتقصية مباشرة كتلقى شي واحد عنده ديور ولا مقاول كيقبل أنه يبعلك وبدأوا بعض المقاولين كيدروا في المغرب غير الآجال ما زالها قسيرة كيدروا 6 شهور عام بحل شكول نشوف في دبي على خمس سنة كتخوص دارك بلا أن تريد لأنه في المغرب غير نشوف في داكتراك ديور يعني غير داب المقاولين ما زالك يخافوا شوية كدو 6 شهور عام ولكن دابا شو يعمل غير تزيار السوق ديال العقار غير يبدو يطلقو عما خمس سنين بشير بحريب بغضو مخشي لأنه السوق ديال العقار ماشي إليميدي ما يمكن شو واحد البلاد اللي في النمو الديمغرافي ديالجوج اللي هو المغرب يعني ستعطي جنراشون قدها ماشي كتر منها ستبقى تبني كتر شكولي غير يسكن في هذا شي يعني هل يجو حلوقتها هاي ساتوري هاي ساتوري ما يمكن لك فبالتالي هنا 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 الكريدي فوندغ هذا هو الحل الثاني أنك تشريب تقصيد مباشرة مع الفوندغ وهنا لا يضر أنه يبيع لك مثلا شرط الوحيد أنك مليك سنة مع العقد لا يعود شي تغير المبلغ لأن مليك سنة لا يبقى بيع يشرق يولي دين والدين لديك الحق تبدل مع الوقت يقدر تغرب التأخير يبقى الحل الثالث هو ما يسمى بلا فون طول التال فوتير غشهما الفيفا بيع هو شرع على المقاول الذي يكون غيبني العمارة على ثلاث سنين والأربع سنين وكثبت تعطي بشوية بشوية تغادية وكيبني لك المليك علمك تسلين أنك يكون هو جدار هذا الحل الرابع الحل الخامس هو أنك تسلف من الأقارب القرد الحسن دارت يعني فيها قوال عند العلماء ولكن عموما نسميها Love Money بمعنى تشوف الأقارب تسلف و جاء في بعض الآثار لأن القرد ليس معاملة ربحية في الإسلام معاملة ربح مع الله سبحان و سعال فمليك تسلف شيء وحد رفح الله صدقتي وإلى جاء أنصو صبرتي إلي كل نهار عندك فحل بالمدك المبلغ لي تصدقتي يعني واحد الأجر رهيب ولذلك بعض السلف كانوا يفضلون القرد على الصدقة لماذا يقول كان نفضل نقرد ما مزياناش كان بعض الحالات تخصو مع الصدقة ما عندهم نجيبها ولكن كان قول القرد فيه تحفيز أكتر لأن خصوها رجعة فكي يجتهد باش يمشي يشتغل يدير محلاب يدير خبز يدير شي حاجة باش يجبض هذا المبلغ فهذا كتسم love money المسألة الخامسة هي معاملات المختلفة للمصارف التشاركية كان حيل المشاهدين لهذا الشارج الاسميس والموقف من المصارف التشاركية عموما في المثال في أمريكا كان هنا معاملة مزيانة ما يسمى بالأبناء الإسلامية وهي المشاركة تشاركوا في دار وبدأ تشري بـ 8 سوق كل أخطرة تشري مثلا ساكبوخصان بـ 8 سوق فيما تطلع هذا مهم تشري 8 سوق والباقي تخلص كراتو هذه معاملة كان الإيجارة المنتهية بالتمليك كتكري ومبالعات كتشري في آخر المطاف كان عاو تناني على الليزينج غير هو الليزينج فيه محاضر شرعية فيه البنالي تضغط وفيه 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 عقدين في عقد فالليزينج فيه إشكاليات لكن كي شبه كي شبه للتقريب للتقريب فقط مش للحكم فكان حلول كتير كان حلول وخص عارفة انها القضية اللي خادي فاندوغ كي ديروها لانوطيخ في المغرب غير ما معروف فاش لانوطيخ انسانسوه فاش كدير ما الحل هو البنك علاج لانه كان واحد مؤسسة صخص يكون فيها الناس يربحوا الفلوس والإنتاج ديرهم في المجتمع ما كان إنتاج كينش ناس في كومنتر حلو تيقول بناد الأبنك ماذا يجيبون ذلك المسلمين راح لك كامل المسلمين زيبين جيبوا الناس اللي ما تيقربوش من الأبنك العادي يجيبون لك الفلوس ذلك أنا أعطيك واحد الميتة اه واحد خد انت واحد كي بيها الخمر اه واحد الزنقاء وعنده واحد شيف غضاف يقول واحد مليون في الشهر ولا عشرة ولكن عنده واحد الفئة دي للناس ما كيشريوش من انتو ما كيشتربوش شبار ولا نقول سيب بيها تقعك بها الخمر ولاحظ أن إلاجه بدك الفئة دي للناس غير بحكتر فبدك ينقص الخمر وبدك يحيي الخمر وبدك يدير العاصر الليمون وكذا وكذا ولا يفتح مجازا ثاني يدير في عاصر الليمون ودير في أشياء أحد فهذا هي تقدر تقول خدعة ولكن هي حب في الربح لأنها في آخر المعطة مادية فالناس المالية الإسلامية خاطبوا الأبناء الرباوية وبدك الربح إلى درجة أن في السعودية بعض الأبناء الرباوية انقلبت كليا إلى الأبناء الإسلامية منها بنك الجزيرة إلا ما خانت نيش تتكير دي كان بنك ريباوي يعني يشوفوا ربح كتر دباف في الربح فقلبوا فيقدر يشوف في الربح كتر ويقدر يتذي نيتوب كين جوج للعواميل يقدر يكونوا بجوج فطبعا كين اختلالة كثيرة في الأبناء التشاركية وكين بعض الناس اللي في الأبناء التشاركية يعني ما مقتنعينش أبدا بالمنتوج بل يدورون الميدان ويأخذون بأقرب المنتجات إلى الربا ولكن هذا المشكلة خصوصا مع المرابحة للآمل بالشراء بالوعد الملزم وهمش لجد لكي نجيكم من الأخر الخلاصة أما المصرف يشري مخزون السيارات ويتملك ويكون عارف شي يبعو لله وعادي يبدأ يخسير إذا كان مزيان لأنه يستطيع فحلك يصدقه يجيز العقار الآن يجي واحد المقاول يصاب عشر عمارة يقول لنا نشري من أن نقوح العمارة لأنه يربح ألاشا في شراء يربح في عطمة يشري الضرب 25 ويشري الضرب 23 ولا 22 فهو ألاشا يربح يقدر المقاول أكثر بالتقصيد فهنا يربح المصرف التشاروكي ويربح الزابون ويربح المقاول المقاول يربح لأنه يبع المصرف التشاروكي يربح ولكن لماذا تستعمل الطريقة أولا الآن المصارف التشاروكية بزاف منهم يخاف وتانيا ما عندهم ش سهولة كافية وتالتان بزاف ديال الناس اللي في المصارف التشاروكية جابوا هم المصارف الريباوية فعقليتهم ريباوية ما يقدر يخرجون من راه علش أنا ما كنت تستعمل بنك كنت تستعمل المصرف لأن أصلا كلمة بنك ومنظومة بنك تقريبا ما مطبقش مع الشريعة القضية ديال money creation إلى آخر دكشي ديال money creation beriva والفياط money والfractional reserve إلى آخر دكشي كله مخدمش ولفت أنك تقلس بلا يعني بلا غيسك وتربح لأن رابونك ما عنده غيسك من غير غيسك من غير غيسك أنك ما تصدرش وهذا المخاطرة من المخاطرات التي لا تقرر ربح لأنها تقدر تتابع الوراة خلافا مع غيسك الآخرين أنا كنت شري منتوج وتخسر في مقاولة هذا يعليل ربح لأنها تقدر تخسر في إطار هذه ديال العائلة من ناحية الكرياتي البعض كان يسهل على الاستثمار تنول الاستثمار الحلال الذي قد يدر شخص يدخل 1-200 درام 1-500 درام ويقع أكثر ما الاستثمار التي يمكن تكون حلال وليس تحشف الفخ بطريقة ما السؤال السؤال الثاني كيف البورصة الدار بيداء أو المغرب كيف الاستثمار فيها حلال ولكن الاستثمار فيها حلال كيف الحوائج المهمة في الشركات اللي خاصه يعرف قبل ما يستثمار فيهم باش يكون من ناحية الحالة أو حرام سمح سمح رب الساد قد أعطتك قد أعطتك قد نسد هذا القوص لأبنك التشاركي فسترسلنا زي ما رأيك مغي زي ما ككونسيف للأخر الكونسيف هو أي واحد عنده حساب في بنك رباوي يسده وينقله الحساب التشاركي هذه المعاملة اللي كان يعني وخاف الاختلالة هذا لا لأن هذا اللي يحل الحساب ماشي غير يدير مرابحة ترى غير يحل الحساب أه غير ما يبقاش في البنك رباوي يأعطون فلسون بشي سلفون بربا ينقل فلسون البنك التشاركي إلا لقى مصريف التشاركي اللي يدير معاملات نقية ما فيهاش اختلاف ما بين العلماء في حال هذه ديال اللي قلت كدابة يشري مخزون ديال السيارات وعاد يبيع بشوية هذي كائنة في المغرب نقدر نسحبها حسب الطلاع ديالي معاملة مزيئة لقاعة بعض المصاريف يكون عندهم ديور ما بيعش ما تباعش شراها ودار له وعاد الملزيم وفي آخر ما طفل الزبون تراجع يكون عندهم خزون ستوك هذو اللي تملكين فعلا مشي تشري وتشري يعني تشري وتبيع في نفس النهار وخاف خلاف ما بين العلماء ولكن أنا كيجميل المعاملات اللي ينقين ما فيهم الشوبة كيجميل نهرب من الشوبة فبالتالي ما اللي كتلقى في حال هاد شي اللي كين في ستوك ديال البونك ديور ما بيعاش ولا مخزون ديال السيارة تشري بالغو وعاد كيبيعون هذو نقدر نسحبهم اللي كان نسحب هذا كل شي هي أنه إذا كان عندك حساب في مصرف ريباوي نقلوا المصرف تشاركي باش لا تعين على الإثم والعذو نجاوب دا باش سمح لا زهر غيم لا لا قد يعم جيد أنك استعملت واحد المصطلح لأنه إذا ذكرت البورصة بلا الاستثمار يمشيوا الأذهان ديال الناس للتداول تداول أنا الموقف ديالي واضح منه من ناحية لأنك ين فتاوة اللي يقول تداول القمار وقفت عليها يلا كان ضمن شهور أل سلمان نقلنا عن شيخه الألباني أنه البيع والشرع على فرقة الأسعار الشيخ إيمان الدباخ يقول المنصات كلها تداول في المنصات كلها قمار فكين فتاوة في ذاك صارت لأنا درس غيرت شبيه ماشي قلت لأن أنا كان قل عن العلماء ديت شبيه من بلنبورصة وصلت القمار هاد شبيه من ناحية الاقتصادية كاين قالوا كاين قبل مني مشي أنا ما جمت شي عاجة جديدة لا فهمتك غير في واحد حتواش في واحد المقطع وغن نجيو المقطع أنا نقع عقل على هاد القضية هاد قضية باش نرجع لهم شبيه فمزيان من حياتي التداول لأن الموقف ديالي أن الشباب يخلوا عن التداول يبعدهم التداول يشدوا لكونت ديالهم ويقلوا لحاجة أخر علاش ديال هاد القضية نقدم في السرعة أتخذ شوية اللوغس الاستثمار مزيان كما قلت لابوغس في المخشي بخيميغ المخشي بخيميغ مزيان إلا انضغط بالضوابط الشرعية الاستثمار في المخشي بمعنى بمعنى يعني واحد المدلي هو كي تجاوز العام علاش لأن الملكة شري السام تشاركة شنو بغيتي رأي ماشي بغيتي تقدر توقع في الستخطب لأنك تقدر تشري وهي تكون تخسر الفلوس ولكن القيمة المالية تزاد هذه تقدر تكون في الستخطب ولكن شركة في البورسة تشري الريع لا نسميه الريع للنادف نظر المارس سياعة ومشكل للأرباح فهذا المنفع التي تأخذ من الديفيدان هذا استثمار وكما قال كينز الاستثمار الوحيد الحقيقي هو المدى الطاوي حاجة أخرى ايكونامي كازينو هذه قالها هو مجيئة أنا ولكن أنا درستها في الأطروحة ديالي نقدر نجبدها لك رجل مع الأطروحة إذا أريد أن نجبدها نقدر نوقف على الأرقام على مدى القاسر عموما كينز ايكونامي كازينو الشباب خصومي بعد من هذا المجال كين بدائل نقدر ندكرهم بعد بغيتين هتطروف البدائل بالنسبة للشباب كينما قلنا كين الإيكوميرس المنضبط بالضوابط الشرعية كين دكشي ديل Upwork وفيفر دكشي ديل السيرفيس أونلاين كين دكشي ديل السي او دي تاوى قرب دكشي ديل الإيكوميرس المضبط بالضوابط الشرعية كين جموع عدل مهال اليوم كنتخدم غير بالانتغانت إذا أبغى الإنسان يخدم في الانتغانت وخان ما مفهمت علش الإنسان اليوم بغير غيتك ما يتحرك شي يعني بغير بحب لما يخرج من المنزل ديل المهم يقدر يكون اختيار على أي حال كين بداء الحلال أما الاستثمار مزيان حيث الإنسان مزيان أنه لوفرش شوية الفلوس يستثمر وينوع يكون واحد البخطف في يد يخصي فيه ف يقدر يستثمر في استخطب سواء كيعرفهم أو في العائلة ديل أو في المحيط ديل أو مثلا Islamic crowdfunding إن كين من صد اللي كيجيوهم دي استخطب يعني الشركات ناشئة وكيبيعوا equity كيبيعوا shares كيبيعوا اللي كتدخل معهم في الربح الخسار حبوا تبر للمنصة كين على بر على بر احنا في المغرب يقدر يكونوا الآن في crowdfunding كين غير دوناسيون ولكن راجل قانون crowdfunding فبتلي اليوم را كين شي شباب يخدمين على منصة ديل equity crowdfunding وهذه تكون زيانة إلا كانت الشركة ما كنت تتعاملش بريبا أخدا وعطاء وهذا نقدر نرجع لهذه المسألة هذه دونك في البورس الدار بيضاء أنا منقلبت فيها كانت نظن كان غيشي شركة ولا جوج اللي عندها zero debt ديون بريبا كانت نظن كان غيشي واحدة ولا جوج كما قلت كان هذ الميار في اختلاف اللي بغاي يفهم الاختلاف يرجع البلايليست اللي اسميتها خيبتو إي بوخس البورسة والشفريات في القناة الديالي لأن اختلاف خصو شوية البسط مهم لأي وفيك تقول لك 33% ديون ربوية ماكسيموم 5% ديون مداخل الحرام ماكسيموم وأصل نشاط الشركة يكون حلل وماكسيموم 33% ديون سهولة مجمع الفيقة الإسلامي يقول لك لا أصل نشاط الشركة إذا أعطى إذا أعطت الشركة ربوية أو أخذتها فهو يعطي ويأخذ جزءا من ذلك الفائدة ربوية لأن عنده شيرز مشي عنده منتج آخر فهنا في الدار البيضاء ما نظنش كين وحدة كين وحدة ولا جوجه ما عرشوش لقناعات دينية أو لقناعات أخرى فعلى أي حال هنا خص المستثمر يدير ديو ديليجنس دياله هو يعني يدخل القوائم المالية البيلان ويحلل ويشوف وهذا شي مشي في المتناول ديالك نظم 99% ولا 95% ديال الشباب اللي كي يديروا التدور أنك تدخل القوائم المالية ويكون عندك البيضاء شرعي هذ شي كان ضم 90% ما كينش ولكن يقدروا يستعانوا بناس لديهم هات التخصص هاتي مجيعة في الخارج كين فحل ده في دول الخليج كين ما يسمى الشركات النقية صفر مديونية ريبوية والمعاملات كلها مع البنوك الإسلامية والمصارف التشاركية الشروط باش تدخل الأسواق الخليج سواء قطر أو الإمارات أو السعودية أنا ما ما دبطاش مزيان كين عاوتاني كذلك منصات كيدخلو كيجئوها مشاعرية شركات في دول كتير في انجليز في ماليزيا إلى آخر كتعتك أنك تدخل من 500 دولار 300 دولار 1000 دولار إلى غير كانتك سمية دير هذا ما كانت بغيش كانت فضل معنا نعطيش سمية أعطي علاج لأن في هذه المنصات وخاهم كيقولوا إسلاميك خاص شوية ديو ديليجنس خطرات كيجيوش مشاريع فيهم شركات يعني الدرجة عندهم قرد دريبة لذلك ما كانت بغيش نعطيش سمية ولكن لو كانت تواصل على الخاص نقدر نقدر ننصح بمشروع فالبدائل كذلك كان استثمار الدفاعية دهب كان هذا الدهب دفاعي وسائل تشري 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 الدهب عندك البيبر غولد هذكر ما ختمش خصي يكون باكد وان تو وان يعني خصي يكون باكد وان تو وان يعني لغا تشري توكن ولا غا تشري مشي التدول للحجز الأخذ يعني الوالد ديال إلا بغيتي تبعد من شبهات فإلى شريتي الدهب خصي يكون physical gold يعني ومشي unrelated يعني مشي قاسيمة في مكان ما إلا شريتي واحد المقدار خصي يكون معروف فين كاين مستوكي هذا الدهب وإلا كانت القاسيمة يعني معروفة يكون أفضل فالدهب خصي يكون كاين أو تستوكي عندك عندك تستوكي عندك تستوكي عند الدهب وتقول بغيتي الدب ديال الدوبان يبيعلك بالتامن ديال الدوبان الدوبان هو الذوبان يعني التامن ديال القديم دا دا لأن الدهب يجي عندهم الإعلات لا هذا الدب يتشرب بشي دوب صحي هذا الدب نهاية تستعمل يكون واحد البراص لمية ولا خاتم من دقدر ولا هذا يتشرب الدوبان وإني تمام ديال وكيبقى خزين الدوبان القرام تستعمل بغيتي بين 400 600 درهم ده برع 600 وقير 400 مدة المهم على أي حال على حسب شوف على مدى القاسر يقدر يقع تغييرات لكن دهب تشوف على مدى آلاف سنين ديما يحافظ على القيمة ديما يعني قدمك نقول حسن من الأسهم يعني إيسان لا من قلش خصوصا في المخشي بخيمير يعني في سوق الأولية لأن بفلوس كدار مشروع المخشي سيجوندا نقدم استثمار ومع ذلك أنا أفضل استثمار على الدهب من غير الإنسان الذي يكون خايف ولا ما يعرفش كذلك العقار يعني تقدر تشري واحد العقار والأد صغيرة يكون بواحد المبلغ لهو يعني في المتناول إلا كنت من الناس اللي عنده مع التوفير ومن بعد يعني تقدر إما تزرعه إما تبيعه إما تبنيه إلى آخر يعني جمعة البدائل وكذلك الإنسان كما قلت يعني يمشي ذاك لغير يبغيك ورح كان ذاك لغير في ذاك الجهات الإعلانات مواقع الإعلانات في البقتي أفاق بيزنسي أفاق تم ماي كان بزار الأفكار كان بزار بعض الناس يبحثوا عن تمويل وبزار الناس عندهم مشاريع وكان مواقع متخصين في الناس اللي يقلبوا الشركة إلى غير ذلك ولكن الإنسان يحضر رأسهم النصب فقط بعض الناس لا يخشون الله سبحانه وتعالى فإنسان يحضر رأسهم في هذا الباب وهذا هذا البنك الذي قلت أنك تدر هذه قليلة المشاريع تسررهم سيارات سيارات وقلت ممكن تدرشتش للأراضي والذي سبقت هم لا هذو شقاق والأراضي تشيروا ومعودوا تتبعوا أه قول أه 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 هذو استثناءات على العمود نحن مقرح نومش يدخلوا في هذا الميدان حقيقة صحيح يبدو يشري يعني مقاول بنا عشرة الإمارات يشري من نوع أفضل لأه نحاول نحاول ندوز الموضوع الذي أجبناك أنا كنت قبل أن نصط في هذه حلو ونبدأ من المشكل الرئيسي الذي هو الريبا في المجتمع لأنه ندوز التداول في تجلل مما الريبا أكثر من نظر في البنك في الكريدي بانك المشكل عندما قلبت كان بزاف كتلقى علماء أو ناس كيف هموا في الدين يقولوا الفائدة لا تعتبر أصلا ريبا وما كان شي حاجة كتبين بأنها ريبا ومن ندق في الموضوع لقيت بأن ريبا نوعا ريبا الفضل و ريبا النسيئة كان العلماء و المجتمع يقولوا بأن الريبا عامة حارة سواء كانت فضل أو للنسيئة أنا لا أريد أن نفسر الفضل للنسيئة أخليك أنت تفسر هنا بالكلمة ديالك وكان الناس يقولوا بأن استديا الصحابة لمنهم سيدنا عبد الله بن عباس ابن عمار ابن مسعود ابن مالك ومعاوية كانوا يقولوا بأن لا ربا إلا في النسيئة يعني ربا الفضل مسموح بها باختصار ربا الفضل هي يعني ممكن تربح شي حاجة أخليك تتفسرها من حق شنان لا رحبا أولا هد الأراء ديال الصحابة هي أراء اللي يرجعوا عليها عبد الله بن عباس ومعاوية أنكر عليه ذلك إلى غير ذلك فهدوا الصحابة إما كانوا في مرحلة اللي موصل لهمش الحديث ديال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبور بالمور والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيدها أو هاء فمن زاد أو استزاد فقد أربع الأخذ والمعطي فيه سواء فهذا الحديث صحيح ويعني ربما كانوا في مرحلة اللي مبلغهمش فكما قلت بعض الصحابة فعلا كانوا هكا ولكن رجعوا لما وصلهم هذا الحديث رجعوا عند ذلك وأذكروا أن عبد الله بن عباس منهم إلى غير ذلك فريبا كما شي حاجة تبدل القليل يرجعوا فعلا طبعا كما النصص اللي تبدو أنهم قالوا هذيك كي النصص واحدين خرجت أنه رجع هذه اللولة مسألة الثانية لأن أصلا البنوك لازم يسوي ربا الفضل عموما يسوي ربا النسيئة لأن ربا الفضل هو أن مثلا نعطيك عشرات القرام الدهب وتعطيني 12 ولا نعطيك 100 دولار وتعطيني 120 ولا نعطيك هذا ربا الفضل هذا ربا كان أعطيك 100 وكتر ترجع 120 مع الوقت ولذلك قال العلماء ربا الفضل منع منع وسائل وربا النسيئة منع منع مقاصد فاللي الشرع كيتكلم عليه حقيقة في الكون هديله هو ربا النسيئة لأنه ولي فيه المشكلة أما هذا ربا الفضل كأنه من الغلط قد يؤدي إلى ربا النسيئة ولذلك بعض الصحابة فهذه القضية كأنه يعني الأمر كان لديه مختلط في أول الأمر فلما وصلهم الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم له واضح كما ما عطيتك فالأصناف الستة يعني ما بقى الشك من زاد أو استزاد يعني زاد أو طلب الزيادة فقد أربع الأخذ ولمعطي فيه سواء وكذلك الحديث للبلال لما قال واشتري بالدراهيم الجانيبة يعني التمر وحد آخر أما تبع التمر لا علاش تحريم وسائل يعني هذه الخطوة هذه الخطوة ولا ولا أخذت كيلو ديال التمر مع جوش كيلو ولكن قال لك الأخوار عفتي ما عندي اليوم غدا نجيبو لك فهمت تسيم الفضل للنسيئة فهمتي ولذلك قالوا بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بمعنى ذهب بفضة دولار بيورو إلى غير ذلك من ثمانيات الأشياء التي تكون أثمانا هذه خاصة يكون في المعاملة في الحين بالقبض الحقيقي وقال المجمع الفقه والمعايير الشرعي القبض الحكمية جوز ومن هذا الباب دا زول داك شي دير الحساب الإسلام اللي غنجيون تكلموا عليه ولكن ربا عموما اليوم كينا واحد الزوبعة كينا في مصر لأن مصري من هذي قرن هذه الزوبعة قائمة فيها لكن أنا عندي جوز الأشريط في هذا عندي شريط يرد صراحة على هذه الفتوى المصرية عموما لا يحتاجون لني أنا يعني مجمع الفقه رد عليهم ليس هناك مجمع الفقه قراب من السلطة فنتكلم على علي جمعة أنا لم أكن بغير نذكر الأسماء ولكن نعم الشريط يرد إليه وكذلك يعني وحدين آخرين على أي حال بلا ما نسميه لكن الأمر المهم هو أن هذوك العلماء كاعدك يقول لأمك لا يستقيم ولو لحظة الإنسان اللي عارف ولذلك في الشريط اللي درسنا نقل فيه الإجمع رغم أن حيث التضخم ربا فيه ثلاث مراحل فيه المصارف دي المصارف دي البنك وفيه التضخم وفيه ربح وما غير تلقى تشي بنك يأخذ من عندك التضخم والمصارف لأن البنك ليس مؤسسة خيرية على الشخص اللي يشري السندات لا هو الشخص اللي بغير يحمي راسم التضخم يشري الدهب أما المعادن النفيسة إلى غير ذلك والعقار العقار يحميك مزير من التضخم سواء الأراضي أو اللي يبني من غير ما تشري في الفقاعة إلا كانت ينبيل ما تشري العقار ده هو فهذا من ناحية اللي بغى رد على هذيك الفتوى اللي تخالف العالم الإسلامي كله وتخالف المجامع الفقهية كلها وتخالف كتب القدماء اللي انقلت عليهم الإجمع فطبعا راه إلا بغيتي دير شي انحراف وبغيتي تقلب على شي عالم في العالم كي قل به رأت قدر تلقى فهمت أي عالم كي غلط ومن تتبع رخص الأئمة اجتمعت فيه شرور الأمة إلا قلت هذيك قلبي حلال هذاك وهذي قلبي هذاك حلال وهذي قلبي هذاك حلال وجمعت من فعل هذا تزندق وهذه قالوا العلماء بحيث العلماء المداهب الأربعة قال لك يعني يقول لك أنك تاخذ في المداهب الأربعة بهواك لا يجوز أنا كنت مبقيت شعر الصراحة من قلقت هذا الجملة هذه لا ربا في المال وإنما في الذهاب والفيدة حيث ما هذا قال لك من ذكرات الريبا على المال الآن ما الأعلاج الذهاب والفيدة أصلا تمنع في ذاك الوقت سؤال تمنع فيها ربا لاش باش كانوا كيبيع ويشريوا في ذاك الوقت بذهبوا إلى طب إذن مقصود الشارع كما قال العلماء وعلله وهو مذهب مالك والذي به أخذ المجمع الفقي هو الثمانية بمعنى وكما قال ابن المتهمية مطلق الثمانية بمعنى أي شيء صدق فيه اسم عملة نقود ولت نقود صار فيها ربا يجري ولد جاء عن الإمام مالك في المدونة لو اتخذ الناس جلود البعير جلود البعير ولو اتخذ الناس بينهم جلود البعير وكانت لها سكة وعين لك رهتها أن تبع بالذهب نظرة بمعنى أن وحد المعط ثالث له جلود البعير ولا ولا إمام مالك لا تبيع بالذهب لا تبيع بينه وبين ذب لا تشاري الذب به ونظرة تخلص من بعد يعني هكوار لكن تخل في الحديث دي لها أو فين اختلف هذه الأصناف كيف شئتهم إذا كان هكوار مغير نعقد الناس من ناحية الفقهية لكن الأمر من ناحية الفقهية واضحة عن الفقهاء من غير هذوك الذين الذين زوبعة في العالم وهما يخالفون يعني ما اتفق أصلا الإنسان شكرا بغير فهم الإنسان ربا يقرأ غير صورة البقارة ويمشي الصفحات ثالثة قبل آخر لفي آية ربا وغير يقرأ أنه فإن تكتون فلكم أموالكم سألينا ما يحتاج السنة لا ما يحتاج السنة طبعا السنة تبين الكتاب لكن غفل القرآن المسألة واضحة محسوم تبتي عندك رأس المال رأس المال رأس المال كيف هو الكاب هو النومينال هو بخانسيبال سميه كيف ما بغيتي رأس المال أعطيت مياه أخذه مياه إلا في حالات خاصة مثلا أعطيت مياه ونتحرب مثلا ولا السلطان بالدن النقد ولا وقعت شي الزوبعة والنقد الطيح التولوت ولا نصدي له هنا العلماء يقول هذا يسمى الكساد وفيه لا يضلم الإنسان بمعنى الإنسان يسلفك لا يضلم أما 1% زيدة 5% جوش في المياه الإنسان يريد يسلف شيء على المدى الطاويل حيث المدى القصير لا عبرات 1% 5% يزيد ويطلع وينقص أصلا لكن يريد يسلف الإنسان مدى ويسلف له النقد له عالمي ويسلف له الذهب ويحمي رأسه يكسب الأجر ويحمي رأسه من تدخم هذا الحديث الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة المصحيح البخاري هذا كيف يمكن فهمه إن ربا الفضل هذا لا ربا الفضل هذا منع بدليل لأن الأحاديث لا تقرأ في معزل من الأحاديث كما قال العلماء الذي حرمت حريما مقاصد هو ربا النسيئة وإحنا معنى مش مشكلة في هذا لأن ربا النسيئة ولي اليوم ربا الفضل تقريبا ما بقاش في الكرة الأرضية قليل جدا يعني نقدمت عمل ربا الفضل لا ربا الفضل أنا غسم حديث بلا الله ما فهمت النبي صلى سلم تقول لا ربا إلا في النسيئة يعني غير في النسيئة أنا نقول لك واحد القضية إذا خل رجل بمرأتين كان الشيطان ثالث هو خلوة رجل مع المرأة جائزة ولا غير جائزة غير جائزة ولكن ذاك الخلوة أصلا واش فيها شي مشكلة ما يوقع فيها شي مشكلة يقدر يوقع فيها مشكلة مفترض يعني محتمل ولكن مقصد الشارع سد باب جميع الذرائع التي تؤدي إلى الفسد فبالتالي ربا الفضل هو قال بعض العلماء أنه حرم تحريم وسائل بمعنى هو حرام تحريم وسائل حتى لا نسقط في ربا النسيئة اللي هو يعني فيه ذاك الكلام الكبير فهمت ويتقول لي مغير لاش تبا نبيس الله يسلم محسوم رجع الفيديو دي رك نتكلم عن ذاك الحديث بالضيط باش ما ندخل لش تشعب الفقهية وكيف تلف شوية القادمة لا 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 غير قرأ الحديث كلها في الباب ما تقرأ شي واحد حيث اللي يريد يستدل رأي دي يخالف الناس يجيب جزء من الحقيقة في حال الكاميرا التي تشتغي جزء من المشهد ولا اشتري المشهد كله كتفهم كل شي وأصلا الآية أوضح فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولذلك ربا الفضل يعني 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 30 غرام يعني يعني غرام أولا مثلا نبسطوها قاع مثلا أنا كنقول لك سلفني مثلا 100 درهم كنتقول لك رجع علي 120 درهم لا هذا دريبا نسيئة لأننا في الوقت ما دخلناش في الوقت لا تعطف البلاسة وأنت غتأخذ 100 رجع علي داب بتشويت لا غتقول مثلا نسي ما نرجع علي نسيئة هذا وقت أنا قررت نسيئة فيها دخلها الزمن صارت نسيئة أنا كنت تبحث على المعنى النسيئة تقول لك هنا مثلا من الإنسان يقول له مثلا أنت قرد 100 درهم وأنا أقول لك رجع علي 150 درهم شهر جاي تقول لك واخر يقول لك الأخر ما عندي وكتحاول أنت تطلع له من الثم اللي يرجع لك هذا لنسيئة ماذا دي المئة مثلا سواء شرع مثلا هاتف بمئة وكان يخلص الهاتف في نهاية الشهر ولا اقتر بمئة جاء آخر الشهر ما عنديش كيقول لك الآخر زدني أنظرك يعني قد منزيدك شهر ولكن تقول 110 هذا اسمه ربال جاهلية هذا تهوى ربال نسيئة هذا تهوى ربال نسيئة كل ما دخل أصلا ذاك شيئا تقول ربال فضل احتهد هذا القول المرجوع الذي لم يعتبره العلماء فسيفيد اليوم تقريبا لا وجود له في الواقع اليوم ربال كل تقريبا ربال نسيئة كله بالوقت فهمتك صحيح القضية الشيخ يوسف القرداوي لدار فتوى قال لك على القضية القرد البنكي في الخارج ممكن لك على القرد البنكي بالنسبة اللي بغيش تريد دار نعم على القزعمة هذه ما فيهاش مشكلة شوف هذا قال لها ما فيهاش مشكلة خرجها مخرج ضرورة أيها ضرورة ما هي تعريف ضرورة بعض العلماء عرفت ضرورة هو ما إن لم يفعله المرء وهلك يعني مهدد في حياته وما هي الضرورة وهذه كان نظر قالها الشيخ الكمال الضرورة هي السكن فرق ما بين السكن أنك تسكن وامتلاك السكن وبعض العلماء لم يدخل حتى السكن في الضرورة قال لكم من الحاجات لا تلقع إلى الضرورة لأن تقدر تعيش بلا سكن مبني كين أنواع أخرى دالسكن كارفان خيم وليوم الشبب أمريكان رايش حال من واحد ما كيشفرش السكن كي أخذ فان طنوبي الكبيرة وكي آمين هجاء وكي بدي طه بعض العلماء لم يدخل السكن في الضرورة حتى السكن فما بلوك بامتلاك السكن مثلا واحد أب عنده بنيساس مثلا ومرأة مرتو ما خدم أولو خيف عليهم غدابة قدري يموت يخليهم في دور الكراء يقدر يخرج هم الكراء ما عندو مثلا تقعد خدم غيب وحده يعني تشوف بإن ذاك السكن لاسراه راح حمايا العائلة غدابة غدالة دمو الأمن أمن يعني وشك زعمان تتفق مع القرض في هذه القضية هذه إنسان زعمة يقدر ياخد يعني يشري من ذن دين بقرض بنكي باش يكون محمي لإن أوسان نقول الدين دين نرى ماشي دين عسر راح يسر مغير يحط لعب زعمال ل ناس المتبع عندك الديان يحط مواقف صعيبة رأيي هو سؤال وش هدك من غيموت الأب اللي يرزقه وش غيموت نتفق معك ولي نتفق الأب الأب نبدأ عزيره عموما اللي يرزق الأب ماشي هو اللي يرزق الأب البنات والأولاد فبالتالي هدر إشكال في العقيدة هذه المسألة خطيرة لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لو توكلتم مع الله حق التوكل لكنتم كالطير تغذو خماصا وتروح بطانة بمعنى إلا صدقت التوكل بواحد المستوى عالي رغضت رزقه في هذا الطير كتخرج كتلقى رزق ديالها كتجيب للعامرة كالشهر فهمتين فبالتالي هذا المشكلة العقدي خاصة الإنسان يصحه هذا لا يعني أن الإنسان ما يديرش بعض الوسائل في الحلال ولكن ما عند إن الله طيبون لا يقبلوا إلا طيبة فبالتالي فبالتالي البنات يقدروا في صدوب المنزل يقدروا غير تموت يبيعه يقدروا يداب زوم ليتموت يقدر بالسعر المشاكل التي توقعها فأنت تأخذ واحد السيناريو وكتحض عليه ولذلك اللي كنقول هو أنه من ناحية الماكرو اقتصادية لو رجعت لذلك الشريط اللي مع قن السبيل البنو كريبا ويتدمر كل شيء وشفتين الصاعة دي المصائب الكبرى التي يؤدي إليها ربا لبعث من ربا بعد السماوات والأرض ما تبقى تقلب عليه وخا يكون فيك يعني تكون على حافة الموت صلى الله العفية تفهد لك هذا ما تبغيش لوحدي يأخذ هذا الفتوى في خبارك أن هذا الفتوى عرقلت نمو المالية الإسلامية في أوروبا ما هي دراغي في أوروبا وزيما في أوروبا زيما ما كانش البرونك الإسلامية ما كانش البدائر وعندات كتجي في خبارك أنه في أوروبا بزاف الناس خدوا هاد الفتوى وبدو بيها ومبعدوا مقاولين في العقار بريبة بدو بالمنزل الضروري ومبعدوا مقاولين في العقار وكان أكد عليها كان قلز ما غير التعرف عرفت عرفت باش كان نوريك مداخل الشيطان فالتطبيع مع الحرام صحر ولذلك يعني في أوروبا هاد الفتوى تعرقل المالية الإسلامية وتعرقل انتشار الحلال هاد الفتوى تسهل استدامة الحرام وتعرقل انتشار الحلال الناس اللي ماخدوش بهذا الفتوى هم اللي اليوم بدو كأسو بدائل في بريطانيا بنوك إسلامية وكذا على كل المؤخذات اللي عنا عليها ولكن كتبقى حسن من البنوك رباوي فالإنسان دائما يشوف المسائل إن واحد الوجهة ما أقرب علاش لأنك إن واحد المسلمة عند بعض الاقتصاديين وبعض الناس اللي هي غالطة مجموع المصالح الخاصة يؤدي المصلحة العامة وهذا غير صحيح والمثال اللي ها هو الباساجي كلاندستان كيفش نقول الباساجي كلاندستان داريجا سليتي اللي كي سليت فترد عمارة إلا كان في عشرين شقة وتسعتاش خلصوا السينديك مشي هذك العشرين اللي ما كيخلص السينديك غيريش مبارع الاسسونسور النطوياج النظافة الضوء لما جميع المرافق كاين هذك باساجي كلاندستان إلا كل شيء داريجا كلاندستان العمارة تقريبا ستوقف فمجموع المصالح الخاصة لا يؤدي دائما إلى المصلحة العامة ولذلك الإنسان إذا ظن أن من مصلحته الحرام مخصوش إنسى أن المصلحة العامة قد يؤدي إلى مصائب أكبر منها مجموع الله 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 الاختلاف المفاهيم بالنسبة للدور البنك كين مقرد وكنت يقول لك البنك ممويل منيك نضروع التمويل حالي تحلل الأعمال البنك الرباوية من الشيء نعرفوها من الشيء من المصري يقول لك البنك مضارب ممويل وليس مقرد هذا بالنسبة الناس هذا الكلام يقبله الناس الذين لم يقرأوا الفقه ولم يقرأوا تعريف القرد وتعريف ريبا وتعريف المضارب الفقه أصلا قالوا إذا كان مال المضاربة مضمونا صار قردا ومنع لأنه قرد جار نفع وكما عرفه الفقه كل قرد جار نفع مشروطا من المقرد إلى المقرد فهو ريبا البنك ليس ممويل لأن الممويل إذا مولك إذا خسرت خسر معك وإذا ربيحت ربيح معك وهذا هو العدل وهو مقتضى الشريعة وهو الاقتصاد الإسلامي الحقيقي لكن في البنك إذا ربيحت يربح معك بالفائدة إذا خسرت تبيع العقار الذي اجتري تبيع ريبا أصلا وتبقى في الشريع وتبقى عليك الأقصاد في الدول يعني لمحرم الشريعة الإسلامية هو ديك المخاطرين ما تكون من طرف البنك فعلا هذا هو الإشكال الحقيقي فعلا لأن القرد المضاربة إذا ضمن فيها رأس المال دخلت في مضاربة مع شخص في تمويل واشترطت عليه ضمان رأس المال منعت إذا شو فعلا الإنسان لديه ريسك لديه ريسك عند بانك هو الإنسان لا يخلص لطخة الدهر تقدر تابع الولاسة تبقى الولاسة والمورجج يعني هذا سميت أصطل تبقى تبقى لما باب سميت هذا نشوف البانك إلا قردك مليون عرف يا خرجوز المليون دي الروح سلحلو جاء واحد لأسئلة كثير اللي مرون الإنستغرام ويوتيوب وفيسبوك وما الأسئلة على التداول بزاف ديالناس ما كنوش عارفين بإن التداول في شيح ويج اللي نقدر نقوله محرامة من شوف الفيديو اللي كنتي هضرتي على الموضوع عادة التضمو وبدو يقلبو كتر ويعرفو معلومة كتر على شنية الطريقة اللي قدر يكون في التداول حالا هذه الساعة ما زل ما لقيتش يوحدها يعني بس نجيك من الأخر ما زل ما اقتنع زلتش الطريقة للتداول حالا لأنه كما قلت لك يعني فتوى من الشيخ إيمان دباغ ومن نقلها مشهور السلمان كذلك عن الشيخ الألباني يعني يقولك أن هذه طريقة للتداول التي هي فقط مضاربة على فرق الأسعار هي قيمة لتعليلات كثيرة أولها كثير من المنصات كيكون فيها هذاك شيء يعني مش بيع وشراء حقيقي كيكون فيها غير في حال trackers وستلمنت يعني تسويات تسويات ما كيكونش فيها بيع وشريعة حقيقي بل بعض المنصة تأخذ مالك وتستثمر وفحل لدار SBF وكيخليك أنت خدام في المنصة كيستحب الكرار الفلوس ديالك خدام كذلك يعني قالوا قالوا أن أن هذا إذا كان في العملات لا يحترموا ضوابة الصرف وضوابة الصرف هي كما قلنا في الحديث ها وها يدا بيد وكثير من العلماء القدامة بل ربما جمهور إن لم نقول جميع علماء القدامة اشترطوا في الصرف القبض الحقيقي يعني الحقيقي الملموس إذا تحدثنا عن ذهب الفضة والمال فهو قبض حقيقي وإذا تحدثنا عن الكريبتو فالقبض هو البلوكشين يعني يدخل في محفظتك أنت التي هي في الهاتف ديالك ولا في الحاسوب ديالك هذا من ناحية دي الصرف المجمع الفقهي والمعايير الشرعية قالوا إذا كان البيع وشراء فوريا يعني بالعملات يعني تشتري الدولار وتبيع اليورو ويكون فوريا يعني ها أو ها ترى المعاملة فورية ويدخل المال فوريا في حسابك وتستطيع وسحبه فوريا يعني يخلون بينك وبين المال بحيث تستطيع يعني أن تسحبه فوريا كيقولك هذا هذا قبض حكمي والقبض الحكمي في المعاملة المعاصرة نزلناه ونزلت القبض الحقيقي وبالتالي في كل ما يخص صرف الدينار الدرهم الدولار اليورو العملة التي لها يعني لها مكانة العملة كورنسي فهذه الحكمية كفي فيها وأن يخص المنصة يكون عندها الأساتس ديال بالصح والدير بيع وشيراء حقيقي وهذا الشيء الذي من الصعب جدا أن يتحقق منه المتداول أن المنصة تقوم ببيع وشيراء حقيقي ومشي فقط أرقام أن الأموال عندها Proof of Assets أولا 1-1 كل شيء باكت كاعدة الفلوس اللي حطيتي فيها كينا وأنك تفسرتي مع المسيرين من السوق قالوا البيع حقيقية ماشي صورية وبالذلك الحواج يعني صعيب تحقق منها ثم هذا الشيء في العمولات في الصرف ما يسمى بالفوريكس ثم المشكلة في الفوريكس المجمع الفقه راها منعه إن فيها رافع المالية ورافع المالية تأوله إلى ريبة وفيها ما كانش القبض وهالشي القبض فصلناه إذا كان القبض في حالها كره يجوز في قول المجمع الفقهي بعد أن تتحقق من هذه الأشياء التي من المستبع أن تتحقق منها وفي قول العلماء القدامة على القدامة القناة النصو الصادمة يقول لك يعني ولو باع ذهب غائب في ملكيته بفضة غائبة في ملكيته في ملكية الآخر يعني الذهب راها في ذاك البلاس راها غيف الدار الأخرى والفضة راها غيف في المدينة الأخرى وديال البائع عنده الفضة والمشتري عنده الذهب لم يصح الأخير فوري يعني تبادلوا الكواخت قال لك هذو العلماء القدامة علاش لأن قال لك يكون هاء وهاء في الحديد دي النبي صلى الله عليه وسلم هاء وهاء يعني يدا بيد كما جاء في الحديث في السنة في القول المعاصر دي المجمع الفقه والمعاييه الشرعية يقبلون القبض الحكمي أنا حقيقة هذه المسألة ما زال كان بحث فيها بشي نجي معك صارح لأنه القبض الحكمي يفتح الببل هذه الأشياء التي تسمى بالحسابة الإسلامية وهذه الحسابة الإسلامية حقيقة الأمر يعني بزاف منها مشي إسلامية بل أنا لم أجد إلا اليوم حساب إسلام بشي نجي معك صارح يعني كي منصة كيتحل منصة كي يقول لكم بوه عندنا واحد لأشرف المياه دي المسلمين كيفاش نجيبهم قال قدي الإسلامي حيث صوب حيث تبيت صافي عندنا حساب إسلامي ما فيش صوب ما فيه تبيت الله يديك راه الريبا الذي يمكن أن تقع فيه فضلا أو نسيئة أو نساء في المعاملات راه كبير جدا فبالتالي يعني هذه المنصة كما قلت أنا في واحد الفيديو إلا ألقيت منصة تدري أنها إسلامية عندها عالم معروف معتبر عنده يعني معروف في فقه المعاملات وفي الشريعة والصورة دياله محطوطة والإمضاء دياله محطوط والعقد مع المنصة محطوطة وربما إلا كان شارع يكون حسن هنا هو كيتقلب هو كيتقلب فهمتين؟ وهذا الشي أنا ما ألقيته ما ألقيتش منصة فوركس إسلامية كتحتار من هذه الشرط فقط هذو كلك يعلقوا لافيتا يقولك إحنا إسلامي برافو يعني شنو قضينا فهمتين؟ فهذا يفتح الباب للتدول الإسلامي ثم من ناحية اقتصادية هذا أقوله وأعيده تدول عبث يعني هذا المتدول شنو كيصنعنا في المجتمع على أسهد شاب هذا ما يمشيش يقرأ الطب ولا الهندسة ولا يتعلم البرمجة اليوم كين برامج كتتعلم data science في 6 شهور بداية دي data science وبروغرام اسمه 6 شهور وكين مدارسة هنا في المغرب يتفتحوا بالمجان تقدر تمشي تقرأ بالمجان الـ IT وتخرج بعد 6 شهور عام هكا كتدير ودخل في شركة ومطلوبة العرض دي العمل العروض العمل بالنسبة للناس دي البرمجات كتار من طلبة دي العام فكيمشي الفرصة كيمشي تبقى تداول سهل كيمبقى تداول سهل علاج لأنه تلقى مر تلقى مر سهل تلقى مر سهل كي تقدر تمشي وتقلس الضامة ولا الكارطة ولا البوكير تهو سهل حسب هالطريقة هذه اللي قلتي ثم غير بش نسأله لأن مسألة التداول مهمة من ناحية الماكرو اقتصادية التداول يعني هو عملية صفرية يعني ذك الشي ذك العشرة المياه المحترفين ذك الشي اللي كيربحوه هو ذك الشي اللي كيخسره ذك 90% المغفرين إضافة المجتمع شي بها صفرية إضافة المجتمع شي بها صفرية بل ربما يزيدوا التداول من التدبدوبات بعض الاقتصاديين قال كينقصوا التدبدوبات وبعضهم قال كي يزيدوا من التدبدوبات يعني كيزيد لانستابيليتي حلاش لأن هاد اللي كيبتو هاد وفي اللول لاش بنو لاش بنو لاش بنو البيتكوين قال لك حيش احنا لم تتفقنش مع الطريقة اللي البنوك كتخلق فيها النقود وكتعبث فيها في المجتمعات بالنقود وتزيد الكريديت وتزيد الفقاعات إلى غير ذلك فحنا غندير واحد نقد فبدأت بفكرة دي النقد ساليم اليوم دخل لأي منصة قريبا دي الكريبتو غالق وغالق 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 جميع ذاك العبث اللي المفروض اللي كريبتو هربوا منه كله ولا احاو تاني كينش نقضينا صاتوش هنا كامو طوك ونجازة فهذا ما غيرتخلق فالتداول في العمولات عموما لا يحترموا شروط الصرف وفيه محاذير كثير غير في العمولة التداول التداول أعطني شي حاجة لي يجوز في هالتداول وحد فكرة مقدرش غير الفوريكس وحد الفكرة قلت يا زوينا قلت يا خاصك تستعلم شيء بحال دبيلا كان شي واحد كيدير التداول في الكريبت وكيدخل لي في الوالد دياله ومثلا بالبيتكو ما كانش تداول لدخول الوالد ما كانت تداول في البلاتك تداول كيكون في المنصة ما كانتكوش حد خط يدرب واحد سرعة لا كانتكو الوالد اللي كانت تكون في هالسبوت ومراكتو بغيت تداول منصة ممكن فست فست كانتكو السبوت أكاونت وفندينج أكاونت شيء حاجة في حالة كمكتشاف ولكن تقول فندينج أكاونت ليس لبلوكشين ديالهم فعلاقوا العلماء القدامى هذا شيء كله لا يصح يعني كثير من علماء القدامى باش ما نختزلوش الجمهور ربما ولكن على قول المجمع الفقهي والمعايير الشرعية هذا شيء صح ولكن هذا شيء صح كان فتوة تعارضوا هذا القول ولذلك نشوفه المصلحة نشوفه المآلات هذا شيء ما هو المآل دياله ضايع الوقت ديال الشاب ضايع التوجه ديال الشاب نعرف شباب ضايعه فلوس صحيحة في التداول وتواصله معايا شباب ضايعه بالعشراء بالعشرين بالثلاثين مليون ثمتين بعضهم ضايع الأسر ديالهم بعضهم شتت الأسر ديالهم علاش لأن هذا العمل مش فيه قيمة مضافة وعاد كان ذلك شيء ديال البخ ذلك شيء ديال الشاب فهم بأن الربح ما كانش في التداول كان في التكوين ديال المتداولين غير ديال الفورماتيون وغير البسم زيان والسيارة وكذا وكذا وش ديال يبيع الهواء البخار فمتين الوهم والخرين غير دخلوا وذلك الخرين غير دخلوا كما درستونا في الأطرحة ديال الاسبيكولاتيون الذين يدخلوا الذين يدخلوا يعني ذلك الشيء الذي يربحوا القدامى هو الأموال الجديدة التي يدخوها الجدود واذا كيف يذكرك؟ بالبونزي كيف يذكرك بالبونزي ولذلك توقع الأزمة تقول لك يا كلها آخر الداخلين آخر الداخلين أي واحد مستعد أنه يشري ذلك الأصل وخام قتانع أن ذلك الأصل لا يصبح ذلك الفلوس إذا كانت قناعته أنه يقدر يعود يبيعه فبالتالي القيمة لا ترتبطه بالفونطامنطال ليس الأناليز فونطامنطال بمعنى قيمة الأصل ترتبطه بالاناليز بسيكولوجيك الاناليز كومبوردومنطال اللي هي الشرطيس اللي في ذلك الحمر والخطري الأخير لأن إلا كنت مقتانع أنك إن واحدة لغبية أكثر منك يقدر يشري ذلك الأصل كتشريها وإلا كنت مقتانع أن الشركة ما تسوى التفرنك ولكن كان الناس اللي بغيين يشريه وهم مغفالين كتشريها ولذلك هنا في التداول العقلية المهامة هي البسيكولوجي دفون عقلية الجماعات عقلية المجموعات وليست العقلية الأصل الحقيقية وهذا كي يبين لك أن التداول مدير من ناحية الاسيت برايسينج وليس كيعطيك شو واحد نظرة واضحة على الأوصول يجب أن تنطي أي المعشي من المتداولين من الاسبيكولاتور بش تخلي فيه غير اللي حذبه في الكموديتيز أو في الاندكسز بعد الاندكسز إلا كان تراكرز ما يصلحش إلا كان تراكر بيزد ما شي باكت بمعنى تراكر ما فيهش أسهم حقيقية في غير الورقة ديال تراكر ديال البانكر هذاك لا يصلو هذاك قيمار حال تيرسي ولكن فيه أسهم أعطيني أنت السهم لما فيهش ديال رباوي قلال جدا شي بهمون عادل فهنت حيتي تراكرز وحيتي الأسهم شنو بقلك كوموديتيز الكوموديتيز أنا درست ل لندون ميتال إكسينج الأطروحة ديالي ديال الألومينيوم الكموديتيز وما شغل الألومينيوم هذا يصدقوا في جميع تقريبا جميع الكموديتيز كتبعوا تشرى الكموديتي آلاف المرات ولا تتحركوا من المخزوم إذا الآن ذاك الفيز الفيز هذا يمع الفيز إذا بعطيه شريتي الباغي يدخل ألف خطرات قبل ما يتسلم ذاك الفيز مين ينجاو؟ أعطيني دابنتم ما مين ينجاو ذاك الفيز ذاك الفيز كلهم من المنصة ومشاو شرابيهم ليوت ولا السيارة مين ينجاو؟ مين ينجاو؟ ترى الاقتصاد الحقيقي من هذو كل الداخلين الأخرين اللي هو ربما كيقرة الطب ولا طبيب ولا أستاذ ولا مقاول ولا بناي ولا مهندس وربح مال ولا تاجير ولا فلاح خلق قيمة حقيقية خدوح طريف ودخله في المنصات ودخل المنصات بها باش تكتلو ذاك سحاب كوستعر ممزين؟ فلهذا هذا القضية دي الزيرو صوم قيم مهمة جدا ولذلك هذا البغي نعطيك واحد المثال باش تفهم الخطورة للأمر 98% يعني لا يتم استعمالها في الأخير 98% العقد لا يتم استعمالها في الأخير يتم متسويتها تسمى بمعنى انتبعت لي واحد بريد البترول أنا متداول وصلت لي شيئونس بعد شهر أنا معني ما ندرب البريد بدخول فأنا نقول لكم ما نشوفش حال البحثي معي ولا خسرتي معي سوف نشري كونتخا انفرس سوف نشري واحد العقد مضاد معاكس باش سوف نكومبونسي هذا العقد وسوف نمشي لكليرينج هاوس باش ما يدرش هذا العقد ونعطيك أنت هذا الشيء اللي خسرتي معي فبالتالي هاد المشتقات المالية اللي بدت الهيدجينج اللي تغطية على المخاطر كانت تستعمل في الهو 3% التلاعب و 97% الهيدجينج المخاطر اليوم عنا جوج في الهو 3% للتغطية المخاطر و 98% للتلاعب إلى درجة كين واحد الإكسبرينيونس في واحد السوق الأوروبي داروه مع الفلاحين دارو لهم واحد المشتقات المالية باش يحاميوا على كنظن مع شوشتاء والطقس والشي حاجة على المزروع ديرهم فبعضهم لقابلنا كين يربح في المشتقات كتر من الزراعة فبدأوا كي يخدموا في المشتقات المالية كتر من الزراعة وربما بعضهم خلوا الزراع ديها أنا كتنقول هذه في كرام زيانة ديال الهيدجين بالنسبة للفلاح ولا بالنسبة البلاد اللي كتنتج وحتى بالنسبة للك اللي كي يستعمل لك المادة طبعا في البرادوي ديالو طبعا طبعا وحتى المسترق طبعا ولكن هذا الهيدجين ما يكونش بالحرام ما يكونش بالمشتقات يكونش حاجة حلال في حال بيع السلام في حال بيع الاستصناع في حال بيع التقصيد كان بداء الحلال بمعنى أنت مثلا شركة طيران وبغيتي تشرب بيترول باش ما تكونش اكسبوزي للتغيير تمام السلع ما كانش يشكال أتخلص الآن وتسلم بس شهور باش تفادى تقلبات ديال الأسعار هذا كيسميوه لبغاتي غير اليوم في البورصة في الكوموديتيز عندنا فقط 5% لبغاتي غير 95% دي المتلعيبين وهذ المتلعيبين من اللي كيدخل في البترول وفي الكوموديتيز وفي الكورنسيز ما كانشوش الدرار دياله مباشرة ولكن من اللي كتجي قول دمان ساكس كتقول لك عفتيش إنو كان واحد السوق ما فيش بزر ديال شكونا هو كوموديتيز ديال فوود فكيبدأوا يشريعوا القمح والشعير كاكا وروز فالأتمينا كاتب ده لأنها نقود جديدة فواحد السوق معانيتها زيادة كاتب ده كاتب ده كاتب ده هذيك النصر الأفريقية مش كتتتتر كيموتوا مش كتتتر من آت الآلاف كيموتوا الموت كيسالوا في القبر بسبب الهج فاند اللي في نيويورك بان لهم أنها كين واحد سوق سوزي فالأمتين فالأمر خطير جدا ولذلك إن التالكوموديتيز كين واحد في الشارعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم هذا الحديد يمنع حسب المذهب الشافعي يمنع أنك تتداول في سلع مارتين قبل أن تنقلها والحديد زيد بن ثابت مع عبد الله بن عمر في الزيت اشترى عبد الله بن عمر زيتاً فجاء من أعطاه فيها ربحاً فأراد أن يضرب في يده فأخذه زيد فإذا بيد تأخذه من ورائه وهو زيد بن ثابت فقال له لا تبعها حتى تنقلها باش لفلو فنانسي التدفقات المالية تكون مطابقة تماماً للتدفقات الاقتصادية الحقيقية ولذلك إذا تخلصنا من المتلعبين في الأسواق الأسعار ستستقر أكثر وستكون حقيقية أكثر لأنه سيبقى غمول الطيارة وبقيها البترول لا يدخل بيناتهم 100% من المتلعبين في البترول واحد يظن أن البترول كيفض واحد يظن أنه سيطلع واحد يدير البترول واحد يدير البترول باش نقدم شبه هادشي بجوجة ديال الشباب واحد يدخل في واحد ترق نضلم وعمر بالشوك واحد يدخل في واحد ترق منور اللي يدخل في ترق منور هو اللي قرأ شي حاجة ولا دار شي حاجة تفيد المجتمع بالنسبة لي أن البناي واللي يصاب البقيت كنستفض من المكتر ماشي أنا زعب المكتر من هذا المتداول وخضرها مو عشر ديالسانتي وهذا كلي يدخل في الطريق اللي يمضل المعمر بالشوك وكيقلب على طريقة حلال كل أخترق يستيليفون قالوا أحضرت دربتني شوكا عن لي من رواق لي ممزينا شي حاجة يا حرام كيفش نقدر ندير دربتني شوكا عن ليسر كيفش نقدر ندير ونزيد رجع صحبي لا لا بغيت نزيد أنا في هالطريق رأى ربما في شعر صحبي رأى هالطريق عامر بالمشاكين اليوم تتواصل معي واحد من أمريكا هات صباح قلي ها عنده تسعة عشر عام ودخل في الكريب طول نفتي قلي انا دخلت بيزنس كول قلت له شنوما التخصصات اللي تقدر تكون عندك في المدرسة قلي عنا يعني الفايننس الفاينشل ماركتس عنا عنا علاقة الدولية عنا التجارة عنا التصويق عنا عنا الموارد البشرية قلت له شوف نصيحتي نصيحتي بالنسبة لأي واحد ما زل ما دخلش في الفيننس بعد بعد في حالة في حالة تقريبا في حالة لدخل البار وكتقرب على كويس شرب فيه لما يكون من قيمة قيسو التشيق هو ممكن يعني في الخيال ممكن ممكن تصور شي بار في شي كويس من قيمة قيسو التشيق ديما تتشبيه البورصة والتداول بالبار ورغم أنك قلت في البودكاست دينا إرشاد قلت لا يجيبوا الاختيزار كلمة لا شوف أنا اللي قلت في إرشاد هو أنه لا يمكن لمنع الكل يدير البورصة فمتين؟ والتداول لأن بزر الناس يدخلوا بعد ذلك يدخلوا استثمار في التداول في الفكر ديالهم كي يسحب له إلى إشراء أكسيون وبعد عامين تداول هذا ليس تداول هذا تستثمار فإلا كانت الأكسيون شرعية شنو المانح ثم ثم يعني علش كنقول لشي لأن البورصة البورصة ما كان هاترش على البورصة ديالدار في دولة نويور كان هاتر على البورصة تداول عموما المنصات يهيمنوا عليها الحرام مش غنضر له إليه يهيمن عليها الحرام ديبع غيلا جينا نضيره العدد ديال المشتقات ديال المنتوجات اللي كاني هالي الزاكسيون اللي غيرت شرعين هالي الزاكسيون البونس البونس عندهم المئات ديال الأنواع والي الزاكسيون عند كل بوتس والكولز الوارنت عموما عند كل لفريج عند كل فيوترز عند كل فوروردز رافع المريقا مدونا في هاتر هاترشي كله ما خدامش هاترشي كله ما خدامش ايه بحال لقلت الفكرة مزيانة بحال متلا شركة كتدخل كتدير الاي بيو كتتاخد هاتر ممتازة ها ها وكنتدير اغومنتاتاتاتات كابيتال كتدير فلوس اهنا ركتتكساة بالاقتصاد الحقيقي اه اهنا ركتداخل في الاقتصاد الحقيقي لان هما كان دوزوش احنا قاعد البانك كمانناخدوش لا تشيد اللي زاكتينه مكيش في المغرب ايه كان مكيش في المغرب ايه كان نحق غير واش محتار من دك المكيار هذا هو انا فتكزامة كافيكات ولكن اوز اي بيو كان عنده ايه كان ايه اني عندي واحد نقاش في في واحد الغاديو منشور في القناة سميتو بوخس اتخايدينك امال نسي سيخ وهذا كان قبلتي واحد سيد قاري الفينانس باك بلوس سنك وخدام في البورصة يعني فهم شغله وسبحان الله معاه تفهمت كتار من مع بعض الناس اللي كيسحبلهم راح فهمين كل شيء وما داع صين ذاك جسي من الديلتكوين لأن هذا قاري فمنع ذاك غيميتاه مشي مع راشيد لا لا مشي مع راشيد مهم راح اسميتو بوخس اتخايدينك امال نسي سيخ لا غي قلتوقي لهذا مشي مع راشيده دا في غير اوديو فمن اللي قال لي بوصد دار البيضة مازال خاصة على شورت سيلنك وبينت له باك أبلوس بيع لاش شورت سيلنك ممزيانش لازالش معاه الهدرا علاش لنا بينت له بناء المعلومات اللي هو كيعرف ان الشورت سيلنك اللي كتكون واحد الشركة بدا تكتع كل الشورت سيلنك هي في حالة كتجبدك المستلسات في جوج وكتتيرين بجوج منخفض كتجدج واشي حنا لو كان اغبواتو هذا كتير مو كان اغبواتو هذا آدم سيلس قال له لو كان اغبواتو خليه متوقع حنا من نحية الإسلامية كان قوله خس تعاونوا لو كان اغبواتو تعاونوا آدم سيلس يقول له خليه هذه دروينية اقتصادية بمعنى الأقوى هو الذي يتفوق حنا في الإسلام معنى الشهاد دروينية عنا تعاضد لكن دون أن نسقط عديم في الإنفعيسيونس إيقونوميك لكن هذا الشورت سيلينغ بيع المكشوف هو أن هذا الشركة المتعطرة المتلعثمة تقتلها أو تدريبها حتى تسقط بسرعة وهذا الشيء وقع ما بين جولد مان ساكس واليونان أنهم كانوا كنصحوهم كحكومة وكبيعوا الدين ديالها البونز كفنز كالكونسي عندهم تتخيل جدا صعب صعب تكشيريه كشورت سيلينغ صعب فبتالي من يفسر تلوب عدنا صعب يفهم ده بس الحلو ده بان كين أنا فهمتك وعندك الحق تقريبا في كل شيء غير وكين شي درالي مؤخرا عدو لو كيشوفوا الضوف التداول ولو كيدخلوا منه واحد المدخول ده بغي حاولت حتى راسك فيما كانهم وعدو لو تقدو عيشوا منه تديروا بيه بزر بالحوايج تكيتنفسوا منه ده با هم بحلية تقول يخلوا كل شيء ولو في هذا المدين هذا ولو كيحق تقوم منه شيء كأنكوشنا ملايين ولا ها هذا غير واحد مدخول محترم لكي يخليهم يعيشوا مزيان ومنك تجيك تقول لهم عندك الناس بادي اللي كيربح مقالاتهم اللي كيخسر تقريبا كيب قلتش اصراف المية كنتخل اصراف المية كنتخل هذي لكنت غير يعني غير من باب المقاصد مقاصد الشريعة يمنع هذا لأنه أنا ما عنديش في الإسلام أنني واحد نربحو تسعود لنخصاهم لما خدماش هذه المعادلة خاصنا نكونوا في رابح رابح ما زالي لكونا في واحد لبيزنس في حل يعني استثمار ولا شركات اللي عموما يعني نقدر نقوله أن الإنسان عموما يملكي دير واحد المحاولة في واحد المشروع في الاقتصاد الحقيقي الاحتمال باشيربح أكثر بكثير من عشرة في المناء فهنا كيكون واحد تكافو أرى نجي تشوف ده باسر حلو رايش شركة ده با لكي نشؤوه كل عام أرى تقريبا تسعين في المية منهم على حسب الإحصائية راتي يتيفش له لا باللاتي الشركات هذه كمهمية ولا فقاعات ولا فرنس لا مقاولات عادية كمتعين في المغرب اي شنور تقريبا أنا على حسب الإحصائية خلينا بالإحصائية انتا الناس لك تعرف واش تسعين في المية من الناس اللي داروا مشروع فشلو أنا كان نظم لأن الشركات ما تنساش أن الجانب القانوني والورقي ماشي هو الحقيقي ضاريبي بزاف الناس عندهم شركة وصدوها لأسباب ضاريبي أو أسباب يعني بزاف أو إدمجوا الشركات أو صافر أو أرحل فما تقارنش أنا شوف لينتاك أمير شهد الفكرة اللي قلت أنا شفت عدد ديال الشركات اللي داروا إفلاس مع عدد ديال الشركات اللي تخلقوا اللي تخلقوا العدد ديال الشركات اللي داروا إفلاس كان ضم ميما شي رقم مش هي صحيح زيما على حسب معاقل كانوا قالوا تقريبا شي ستالاف في تلت شهور خياص يوم ديال تحلو أه هذو اللي تحلو ستالاف في تلت شهور بينما اللي داروا إفلاس ستالاف في شي شي تسعة شهور يعني ألفين في تسعة شهور إذن 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 كتار من وكيد المشكلة ديالبعض الشركات اللي كيدروا عليها حسب مشاكل مش مشاكل وإنما لأسباب كتيرة لأسباب كتيرة لمن ولكن ديالبعض تنخلف تغاصل ديالبعض كنت أقول لك شوف الواقع مديش بدك الإحصائية ديالبعض قضية تسعين والأخصوص سعين شش شركات مشاكل كش هذا خلط هذا خلط وهذو كيف شلو هذو البيزنس موضي ديال ستارت أبس علاش لأن هذو ستارت أبس الهدف ديالهم الملتيبليك يعني جهد كبير وقد تكون تخسر المال أي إنسان عادي سواء أنت أو أنا أو أي واحد عادي لا يستطيع هذه المخاطرة يستطيع المخاطرة بمعنى يصير الشركة بحوطة حوطة لا يستطيع لكي لا يفتعل فبتلا الإحصائية الـ 90% تخسر لا يستطيع ديال واسيح بشي نقول لك شكرا خاص كتلقى هذا الحل الحلول كثيرة غير هو الإنسان اللي بغى يبقى في الإنترنت إنسان خصوه يخرج العالم الحقيقي رأى العالم الحقيقي كله حلال من غير ذلك شي بالضبط حرام البار الريبال كذا والبقية كل شي حلال بفهم شكرا العالم الحقيقي كله تقضى لك بقى لك غير التداول لا لو ما شوف بغا التداول يكون حلال قلت له لي نفرد أننا سنأخذه بالقول هذو اللي يقول أن تقريبا كل شي ما خدمش بقى لنا غير العمولات ندير التداول في العمولات بالقبض الحقيقي والقبض الحكمي والفوري وتحققنا أن المنصة تدير بيوع وشراءة حقيقية وما كان لا رفع على صوب للتحاجة وكان شي مور المنصة وكل شي نفترض من آسيدي وأخوانا ما زل نلقيت ما نقدر نقوله التداول الحلال هذا العلم اللي كنت نذر مع قال لي شوف إلا تبتت لك أن من ناحية الاقتصادية مديرا راه ما يمكن تفصل لي الشرعي مع الاقتصادي لأن اعتبار المآلي مطلوب في الأحكام فإذا كانت حاجة حلال صوريا ولكن في ناحية الاقتصادية كتوصلني للقمار رغانا منها أنا كعالم سرعي وعطاني المثال الحية السرعية نعطي مثال نكاح المحلل جاء في الحديث لعن الله المحلل له المحلل له شكونا المحلل وعدك يطلق مرات ثلاثة الخطرات ويقلب على شي واحد يتزوج ها كده باش تحلل كده ويتلق ويعود لتزوجة طلاق هادك لتزوجة هاديك بدك رجل المحلل بوحده كعقد بوحده جائز السميتو الطلاق لدات مباد بوحده جائز الزواج لدات مباد مع رجل هالق دين جائز ولكن المنظومة ملعونة فمت كيف فلا كمبوزيشن دو كنتخ باش تحيل على الشريعة مشكلة ولذلك قال إمام القرطبي في تفسيره أن العين قد تكون ثلاثية وربعية وخماسية شنو بيع العين بيع العين ممنوع وبيع العين هو جوج العقد اللي هم بوحدهم جائز بيع العين شنوه هو شي واحد بغي الكاش وما بغاش يدير القرد الربوي وبغي يزمن واحد المنتوج فاجأ عنده واحد اللقاء عنده سيارة كتبع متى عشرات المليون قال له بيعالي بتقصيد بينه وبينه وما تدخل واحد المؤسسة مالية ربوية إلعطاه هو لشكل سميت وما كان شكاة 12 مليون سنة معها 12 مليون صافي دبال أنا أخذ صلع 12 مليون مليون في الشهر في الفور يقول له مش حال تاخد من عندي بالكاش قلنا أخدم عندي 9 مليون سنة وتسع مليون النتيجة ما هي السيارة ما تحركتش أنا دبال عندي دين على 12 مليون واخذ 9 مليون سنة يعني اخذ 9 مليون سنة ونرد شها 12 فالعقد البحد جائز والعقد الثاني جائز والمعاملة كلها حرمها النبي صلاح علاش لأن التركيب هذا العقود أدى بناء إلى بيع العين والإمام القرطبي في تفسير قال أن العين قدرت تكون ثلاثية وربعية وخماسية بمعنى إذا دخلنا ججولة لتبينتنا ولكن رجعت السلعة إلى البائع الأول هذه العين ثلاثية ولا ربعية وهذا شيء يوقع في البورصة بعض المرات وهذا يوقع معه مع الأسف بعد معاملة دين البونك الإسلامية كيسمي التورق المصريفي سكيمة الستوربعين من المعاملات في المشريقة مع الأسف الحمد لله في مغرب بمنوع ولكن هذه حيلة في المشريقة بمنوعات من أسف 2009 علاش لأن بيع الحديد شري الحديد كي بقى ذاك تسعود وذاك تناشية في الأخر هي اللي كاسبقى كاش وكي رجع الديون هذا منوع فهمتني ف تل فكرة ديال سبيكولاسيون فوقيت ديال فجد دخلات الحرب ديال دونسيا أوكرانيا تمد ديال البيترول ارتفع ولكن العرض الطالب باقي العرض كين كتر من الطالب ولكن الأتمين ارتفعت مخاوف هذك لنا الصقع اه لك زي ما شديد دور ديال المتلاعب المجازفة اه هذا باقي كين هنا وباقي الخير يعني الفوندامونتال السلع الحقيقية كينة ولكن تلاعب المتلاعبين يفسدوا الصقع يفسدوا طبعني وانتققوا بزاف الحاجة في الأمور التسريعية وانتققوا ضرورة لا تلقوه لا تلقوه الحرام اسمح لي سؤال شخصي ما شخصي سيقلب على خدمة او لديه ميسيون يديرها سيقوم سمح لي على السؤال ولا تجاوه لا تجاوه مثلا انت غيف المدراسة تقري فيها واش سولتي واش عندها كخيدي ولا ما عندش كخيدي ولا عندها واحد تقري فيها سؤال مهم هنا كين فرق كبير لماذا لأنه فرق كبير بين المالك للشركة أنا مليك مشي للفاك ولا كولدو كوميرس كندير التكوين راح ما عارف شنا واش كتدير دين ولا ما كتدير دين هادي بعدها الببلول وجاء عن سعيد بن المسيب كنا اذا ذهبنا للأسواق لا نسألوا عن السلع من أين أتت مشيش كنتكش في التليفون كتقول له هذا واش مينش بتي هذا واش مصروق وهذا ما يمكنش السوق لا يعملوها كذا الأصل في السوق البراءة الأصل في السوق البراءة ماشي شاركة هو أجير ورابعان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بالبيع والشراء والإجارة نوع من البيع فهو بيع ومنفعة فمن اللي انتكش في تخدم عند الشركة رك أجير عندك تبيع لوقتك تبيع لثمانية الساعة دو وقتك فهذاك ثمانية الساعة كيبلي وديها لها تقدر بهم شنو ما بغايت وخاص كنت تتعاملوا وعملت ريباوية إيلا ما إلا كان الأصل ديال النشاط ديال أحلال مثلا شركة ديال اتصالات ولا ديال لطابلات ولا ديال مثلا هذو المنقولات إلى غير ذلك العقار الأصل ديال النشاط حلال وليخدام في بنكا لا البنكا منعوها العلم حيث أصل النشاط لا يجوز فهمتي فهنا كيدخل أصل النشاط فهمتي لأن الأصل ديال النشاط ديال بنكا لا يجوز ولأنك تجني دبا لأجير ممكن نخدم عن شركة لمثلا لو لا تزعى ها من تججازها لها حلال ولأنه راه واخدها ديال رباوية والمستمر لم يكن لحق كيف تستمر راه راه الأجير كيف تستمر وقته المستمر كيف تستمر لا لا لم تستمر وقته لأنه يبيع لا لا كي يبيع وقته حيبيja كيبيع وقته لأنه إذا أفلست الشركة لا يفلس هو الأجير خلافا للشريك فالشريك ما لك الشيخ تقل عثماني قال إذا كان بالمعايير الشرعية التي تقبله ذلك 30% المديونية ماكسيموم قال ويخبر الإدارة بأنه غير موافق على الاستدانة بيريبا ها احنا دخلنا في مجلس الإدارة بمعنى الشريك له يد في قرارات الإدارة فبالتالي الإسلام يقول له هذا الشيء لك يدر الإدارة بسميتك خصكت منعه ما الأجير الأجير ما يمكن أجير ما عندهش الدخل وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تتعامل مع الياهود بالرهن وبالمعاملات والصحابة التعامل وعلي بن أبي طالب لغير ذلك فهذا ثابت في السنة فهمتك آخر سؤال مرحبا عند تجربة شخصية دير كان ضمن كنكملتي في الطريق لبديتي في هذه البيزنس سكول وكنت في فرنسا وحاليا ما الملومة لديك سبارك الله عليك و هذا كان غايكون عندك كمش نقول لك ذلك واحد البخكو و واحد الستاتيو واحد البوست اللي غا تكون قد تخلي فيها بسرد دير الفلوس نعم وكن ضمن بأنك تخليتي على هاتشي كامل على حسب العقيدة ديارك على أساس عما العقيدة ديارك من عندلتي هذه اللوبة هذا وقررت تخلي على كل شي وش فعلا تخليتي على الله فعلا زع ما تقتيب الله وخليتي كل شي ولا حتي بإن ربي عاونك وسهل عليك وما هم تيش بد منوصل لك بعد السؤال نعم هو شوف الحمد لله نعم دي الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصل وهذه عندنا احنا عقيدة من يتقي الله يجعل له مخرجه وزوط نحيطه لا يحتزي فهذه عقيدة عندنا ما عندناش فيها شك غير زقوش اليوم ولا بعد عام ولا بعد مدة هذه ما عندناش فيها شك ثم هاد الآية وخما تكونش هاد الآية ما تقدرش تدير الحرام لأن قال بعض السلف لا تستحذر صغارة ذنبك ولكن يستحذر عظم من تعصى عظم من تعصى فهمتين ولذلك يعني أنا هاد الصراحة من لي تخليت على هاد شي ما كنتش عارف طوام الكبرى لمورا باش نكون معك صارح لبعت على ميدان دلافينان ما صالوك أنا دير بيزنس كولي المفروض أنني نقول لي الناس اللي يقرؤوا معي مشاو داروا الـ M&A والتريدينج في اللوندون وفي كذا وكذا فما كنتش عارف العواقب كنت عارف غير يبا ممزينش يبا ممزينش أما هاد شي ما عرفت وتهدت يعني مو الدول أطروحة خصوصا هي اللي تعمق فيها فات شي يعني المخاطر ديال التداول على الاقتصاد وعلى المالية وعلى المجتمع وكذا وكذا عدت عمق تفتش أما مليدر تلوبا يعني ما اخذت القرار كان قرار ديال عموما العالم ديال الفوائد وليس ما خصنيش نقرب له ويجيب الله تصير في حاجة أخرى والحمد لله البدائي الكثير والإنسان عاوتين يخص كذلك يعني العقيدة يخصو ياخذك من ضومة يعني ما خصكش أنت تبغي تكون في حال هادوك اللي يسو وقولك ولكن بالحلال خصك أولا تعتقد أن هذوك اللي يسوق وليك الوهم والحرام هم في خطأ وفي خطر اللي تعتقد القضية أولا لغا ترتاح والثاني نتقلب على بداء القياة فهمتين ذا بالمشكيل أننا نحن كمسلمين كان نبغي نكون في حال الكفار ماديا ورفاها ووقتا وجمالا ولكن نبغي نكون مسلمين لا ركينا لواجه مايمكنش مايمكنش أولا تعرف أن هذوك في ضلال طب الله أنه يهديهم ومن بعد تعرف عندك طريقة واحدة آخر ودك طريقة واحدة آخر الحلل فيها أكثر بكثير من الحرام لأن الحرام معدود وقد فصل لكم ما حرام عليكم شايف من فصل 1-34-15-20 مسائل الحرام معروفة السبع المو بيقات معروفة كينين سبعة ما كينش بزاف زعمة غير هو مليد دخلتي في ذلك الكولوار اللي هو مظلم فيه الشوك وانت بغيتي فيه تتلقى الحلال وانا صعب صعب جدا راه كد كدخل في واحد الملحنة خطير كد لا تضيق على نفسك فهمتين والعالم اليوم سواء النساء ولا رجال مليء بفرص العمل سواء عن بعد أو عن قرب كورونا بينات أن تقريبا كل شيء يتخدم عن بعد من غير الأعمال اليدوي واحد مش أحد السياج يلزوم قال لك عليك يلزوم عندهم فقر حقيقي كل شيء يمكن أن يدر عن بعد أشياء كثيرة فبالتالي ما نحجرش على رأسنا وما نكون إحنا وسيلة لاستقواء أصحاب الحرام علينا بأموالنا بأموالنا لفل خلدو بلفل نسا شيء غا يدير غا يدير شكرا مزافة سيزو ما عرش كان مازال عنده شيء صافي أنا الأسئلة التي كانت تجيني على التداول أي تماما قلبه سطعت من نهاية صافي مرحبا وهذا شيء ما خصوش يدخل فينا اليأس خصو يدخل فينا أنه أولا نحن نشوف الميكرو والماكرو نحن نحن نشوف غير الميكرو وفينا نربح نشوف الميكرو والماكرو وتانيا كان نتبقوا واحدة إليها فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ففي كل اختصاص نسألوا أهل اختصاص وثالثا كان نبي صلى الله عليه وسلم يحب الفائل الحسن كان متفائل وخ الحروب وخ الخندق وخ المحاصرة وخ وآرا في غزوة الأحزاب بشرهم بفتح فارس واروم عفتش ما هي غزوة الأحزاب هي واحدة تلاف ديال الخلق كان هم حاصرين بواحدة ثلاثين ألف ديال الخلق اللي جايين من جزيرة العربية وبلغتي القلوب الحناجر بل قال بعض المنافقون بعض المنافقين إن أحدنا لا يأمنوا أن يذهب إلى يعني المرحاض أعزكم الله والنبي يبشرون ونبي فتح فارس واروم مزاف فهمتي يعني ما كانوا يقضوا تيمشوا الحمام على خطرهم لماذا لأنه يقدر يغيب من المركز المدينة يجي فيه شي سهم فهمتي ولكن نبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفائل الحسن فبالتالي احنا دائرة الحرام صغيرة دائرة الحالة والمباحات الكبيرة والآن مع التقنية والبرمجة والتكنولوجيا والعمل عن البعد والفيفر والأبورك والتجارة الإلكترونية بضوابطها الشرعية والسؤوذي والبرمجة والإبداع والعالم الحقيقي اللي الناس ربما ساهم فالحالة الكتير إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق دائما بالهداية والهداية والتيسير والبركة إن شاء الله توسعة في رزق الحالة إن شاء الله شكرا بزافة نعم شكرا مرحبا شكرا مرحبا مرحبا شكرا